السلام عليكم زيكم شباب عمليني نكمل منهج تانية سنوي شرح شابتر 4 اللي هو يعتبر في الترمي التاني شابتر 2 بالنسبة لنا يعني هو عبارة عن 2 lessons lesson بيتكلم على group 1a و lesson بيتكلم على group 5a طيب بداية قبل من نتكلم على ده او على ده احنا اصلا بنتكلم على ايه في الشابتر ده كله بنتكلم على 2 blocks اللي هو بلوك S خلاص كده وهناخد منها جروب واحدة بس اللي اسمها جروب 1a وهناخد بلوك بي وهناخد منها جروب واحدة بس اللي هو جروب كام جروب 5A تمام كده لان S والP مع بعض اسمهم representative A elements فاحنا نبدأ النهاردة في اول جروب اللي هي جروب كام جروب 1A اول حاجة جروب 1A دول اللي هم اسمهم الالكالي A الكالي متالز تعال نعرف مين هم الالكالي متالز بالترتيب هم معبارة عن ايه هم معبارة عن فوق خالص هيدروجين ليسيوم سوديم بوتاسيوم روبيديم سيزيوم فرانسيوم خلاص كير حدراتي طيب هنستبعد منهم اول واحد اللي هو مين الهيدروجين طيب اشمعنا لان الهيدروجين نون متال لكنه محطوط في الجروب ديت معاهم عشان الديستريبيوشن بتاعه بينتهي بال1 جروب 1A كل الديستريبيوشن بتاعتهم بتنتهي بالن S كام 1 بحيث ان الن دي هي رقم الايه هي رقم البيريود بمعنى صح انا لو جيت دلوقتي قلتلك element الديستريبيوشن بتاعه 1S1 يبقى معنى كده انه موجود في بريود نمبر كام في بريود نمبر 1 اللي هو مين ده ده الهيدروجين اللي انا استبعدته فوق دلوقتي طيب افرد انا رح تشايل ال 1 دي كده وروح تقيل لك ايه لا ده هو بتاعه بينتهي بال2S1 يبقى انا بتكلم كده على مين على الليسيوم طيب طيب افرد انا شلت ال 2 دي وروح تقيل لك لا ده انا بتكلم كده على ايه اللي هو بتاعه بينتهي بال7S1 يبقى ده مين ده الفرانسيوم خلاص كده يبقى اصبح كده دلوقتي الرقم اللي بره ده هو بيعبر عن رقم الايه البيريود بريود 2 بريود 3 بريود 4 وإحنا اصلا اقصى عدد من البيريودز هم كان بريود 7A 7 بريودز بالترتيب هم مين لسيوم الاتوميك نمبر بتاعه سري وسوديوم 11 وبوتاسيوم 19 وروبيديوم 37 وسيزيوم 55 وفرانسيوم 87 خلاص كده طيب نبتدي نتكلم عن الابندنس بتاعتهم موجودين بنسب قد ايه فقال لك السوديوم هنا ترتيبه يعني موجود في الكشرة الارضية وترتيبه السادس طب تفتكر قبل السادس ده مش كان فيه اول وثاني وثالث ورابع وخامس مين الاليمنتس قبل كده الاليمنتس قبل كده اللي موجودة بانتشار كبير عندك مثلا الاليمنتس زي الاكسيجين زي السيليكون زي الالامينيام زي الايرن حاجات دي كلها الاليمنتس موجودة في الايه موجودة في الناتشر او في الارسل كراست بنسب ايه بنسب كبيرة مهم ان من ضمن الاليمنتس دول هو السوديوم اللي هو ترتيبه الكام سيكس ايلمنت اباندنتين ايرسل ايه كراست ترتيبه السادس اشهر كومباوند موجود فيه السوديوم اسمه سوديوم كولورايد او لو بنقول عليه اسمه الروك صوت الملح الصخري يعني حضرتك كده تبقى نزل الجبن تلاقي فيه طبقات كده في الجبن وفيه طبقة رفياعة خالص كده طبقة رفياعة دي تلاقي لونها بيض لو كسرت حتة منها بشاكوش ودقتها كده على طرف لسانك هتلاقي ده طعمها ملح فده اسمه الروك ايه الروك صوت خلاص كده حضرتين ده بنقول عليه اسمه الملح الصخري طيب ايه تاني المنت منتشر البوتاسيوم ده من ضمن اللي هو مشهور او موجود بترتيبه السابع خلاص اشهر كنباوند موجود فيه البوتاسيوم هو البوتاسيوم كلورايت الكي سي ال وموجود كمان في السي بوتر في مية البحر وموجود في حاجة اسمها الكارنالايت دي برضو بتبقى في الغالب عند الايه عند الشواطئ او كده الكارنالايت دي بوزتس دي مهمة جدا كارنالايت دي بوزتس هي عبارة عن كي سي ال دوت شايفت الدوت اللي في النص دي شايف ده 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 الدوت اللي في النص ده معناها انه من بيرتبت بموليكيول كامل من بيرتبت ب6 موليكيول زمنين من الووتر يبقى اصبح كده دلوقتي ده كده رمز كله على بعضه فالدوت دي معناها ان اللي اتنين طبع بعد في نفس ال j في نفس الكيميكال كلمة hydrated يعني التركيب بتاعها فيها ايه فيها ووتر خلاص طيب ده كده بالنسبة للسوديم والبوتاسيوم هنستبعد بقى الاليمنت اللي احنا مش هندلسه اللي هو مين الفرنسيوم طيب اش معنى يعني انا كده استبعدت الهايدروجين من فوق واستبعدت الفرنسيوم من تحت طيب اش معنى الفرنسيوم هنستبعدوه قال لك عشال الفرنسيوم ده radio active element عنصر مشاعة بيجي من حاجة اسمها disintegration of actinium يعني ايه الكلام ده يعني اصلا قبل الفرنسيوم ما يبقى موجود كان موجود element اسمه الاكتينيوم الاكتينيوم ده الاتوميك نمبر بتاعه 89 والمس نمبر 200 كام 27 كنت خد السنة اللي فاتت في قولة سنوي في النيوكليار كيمستري كان بيقولك ايه كان بيقولك ان النيوكلياس جواها بروتونز ونيوترونز فلما عدد البروتونز بيكون كتير البروتونز بيعملوا repulsion force مع بعض فبالتالي النيوكلياس بتحتاج انها تتخلص من البروتونز الزيادة لجواها فبتخرجهم في صورة حاجة اسمها positron خلاص طب لما النيوكلياس يبقى فيها نيوترونز زيادة فبحتاج تتخلص من حاجة اسمها فيتا طب لما النيوكلياس يكون فيها بروتونز ونيوترونز زيادة فبتتخلص من حاجة اسمها alpha particle والالفا particle دي هي عبارة عن جواها اتنين بروتون واتنين نيوترونز يعامل حاجة ده مكتوب هنا تحت اهو تو بروتون تو ايه وفوق فور لأ ما اللي تحت ده اتوميك نومبر اللي هو البروتونز واللي فوق ده ماس نومبر اللي هو مين الماس نومبر ده اللي هو مجموعة الاتنين مع بعض خلاص كده حدلوقتي طيب دي حاجة بالنسبة للحاجة التانية هي ان اه ان النيوكلياس دي فيها اتنين بروتون واتنين نيوترون فالصميشن بتاعهم يديننا كام يديننا فور يبقى اصبح كده دلوقتي انا بقول عليه ده هليام وركز بقى في الكلمة دي هليام ايه نيوكلياس طيب انا ليه قلت هليام نيوكلياس وهل ينفع اقول بدل هليام نيوكلياس هليام اتوم طبعا لا ما ينفعش طبش معنى لان هليام اتوم معناها ان فيه بروتونز ونيوترونز وبيدور من بره كمان الالكترونز لكن هنا الاكتينيام ده لما خرج اشعاع او خرج الفا بارتكال خرج هليام نيوكلياس يعني خرج اتنين بروتون واتنين نيوترون بس لكن ما خرجش اي ايه ايه اي الكترونز يبقى اصبح كده الالكترونز سبتة فهنا دلوقت الاكتينيام ده الاكتينيام ده الاكتينيام ده ده عدد البروتونز هينقصتو عشان هيطلع اتنين بروتونز فيبقى ايتي سبن الماس نمبر 227 هينقص فور اللي هي اتنين بروتون واتنين نيوترون يعني فيبقى 200 كام 20A 23 خلاص كده كل المعلومات اللي نعرفها عن الفرنسيام ده الاتوميك نمبر بتاعته نعرف له مثلا الابروبسيميت اتوميك ماس بتاعته اللي هو 223 نعرف الهاف لايف تايم بتاعه انه هو 20 منت يعني ايه بقى كلمة هاف لايف تايم ايكوال 20 طيب الهاف لايف تايم ده برضو خدتوها زمان يعني ايه كلمة هاف لايف هاف لايف يعني انا عندي مثلا لو فيه روك الصخر دوت فيه اه وليكن اه 100 اتم خلاص كده 100 اتم دول بيكونوا انستابل خلاص كده 100 اتم دول بيمر بحاجة اسمها هاف لايف تايم فترة عمر النصف بتاعته اللي هي 20 منت فبعد 20 منت يتقسم لـ 50 اتم بقوا ستيبل و 50 اتم لسه انستابل خلاص كده اللي بقوا ستيبل خلاص سيبك منهم خلينا في الايه في الانستابل دول الانستابل هيقعدوا 20 منت كمان ويتقسموا كمان لـ 25 ستيبل و 25 انستابل سيبك من الستابل خلينا مع الانستابل يتفككوا بعد 20 منت وهكذا فبيفضل الايليمنت يحصله ديس انتجريشن تفكك او بيبتدي يحصله حاجة اسمها ديكمبوزيشن ان الايليمنت بيتحلل او بيتقسم بيطلع لك الايليمنت جديدة عن طريق انه هو بيتحول لـ الايه للستابل وانستابل الانستابل بيفضل مكمل الـ خلاص كده عشان كده بما ان الـ half lifetime بتاعه 20 منت فاحنا مش بنلحق ندرس حاجة للفرنسيب فبالتالي ما نعرفش معلومات كافية عنه غير انه برده الـ properties بتاعته similar لمين للسيزيب خلاص كده طيب تعالى نشوف هنا test yourself بيقول لي which of the following alclimatals the mass of sample of it decreases over time مين في دول الماس بتاعته بتقل مع الوقت طبعا الحاجة اللي مش ثابتة اللي هي الـ radioactive يبقى مين الـ radioactive اللي فيهم هو الفرنسيب هندرس بقى للـ alkaline metals هندرس ليهم ايه 10 properties ايه هما 10 properties دول presence of single electron in outermost عندهم 1 electron في الـ outermost ايه تاني الـ atoms بتاعتهم ليهم largest atomic radius ليهم characteristics colors او atomic spectra وكل واحدة بالتفصيل هنقولها ايه تاني affected by air affected او react with water react with oxygen react with hydrogen with acids with non-metals and هنتكلم على الـ oxygenated salts بتاعتهم السيرمالي او السيرمال استابلتي بتاعتهم واحدة واحدة كده دلوقتي هنبتدي في اول ايه اول property اللي هي اسمها presence of single electron in outermost كله كلام منطقي جدا ومفهوم بيقولك ان جروب 1 ايه الدستريبيوشن بتاعهم كلهم بينتهي بالـ فبالتالي عندهم كان في الـ outermost عندهم 1 نتج عن الـ one electron اللي في الـ outermost ده شوية حاجات كتيرة ايه هي اول حاجة انه كل element في جروب 1 ايه موجود at the beginning of new period موجود في اول بريود يعني مثلا او period number 2 اليسيوم او period number 3 السوديم او period number 4 هنلاقي البوتاسيوم وهي كذا طيب ايه تاني قال الـ oxidation number بتاعهم plus 1 يعني ايه كلمة plus 1 يعني they tend to lose one electron during the chemical reaction بيعمله lose للـ one ده فلما يعمله lose للـ one ده يبدو oxidation number ثابت plus 1 ثابت يعني ايه كلمة ثابت plus 1 يعني هو مش هيتغير يفضل طول عمره plus 1 فلما اقولك السوديم بيلوس كام تقول لي ايه plus 1 البوتاسيوم بيلوس كام بلاس كام بلاس 1 خلاص فيها حضراتي بعكس في بعض الـ elements بتعمل lose لعدد مختلف من الـ electrons زي مثلا الـ iron الـ iron وارد ان هو هيكون iron plus 2 ووارد ان هو هيكون iron plus 3 ممكن ينشي ده او ده خلاص كده فاصبح كده دلوقتي هم بيديوا oxidation number ثابت بلاس كام بلاس 1 طب نتج عن الـ plus 1 ده ايه برضو قالك ان الـ first ionization potential بتاعهم is less than any other elements طب ليه هم اصلا عندهم في الـ outer most 1 فهم عايزين يعملوا lose للـ 1 ده فلما هيعمل lose هيتحول للـ nearest noble gas ويبقى stable يبقى مستقر خلاص كده طيب يبقى الـ first ionization بتاعه very low او small طب يعني ايه بقى الكلام ده يعني اصلا ionization ionization يعني انا بجيب الـ element بدي للـ element ده ايه فلما اديله الـ energy يبتدي يعمل ايه يبتدي يلوز الـ electron بتاعه اللي في الـ outer most طب هل group 1 ايه عشان تعمل lose للـ electron ده هتعمل lose للـ electron ده بصعوبة ولا بسهولة هو عايز اصلا يلوز الـ electron عشان يبقى stable يبقى شبه الـ noble gas فبالتالي هيلوز الـ electron بسهولة يعني بـ energy وليلة جدا يبقى low energy خلاص كده فالـ first ionization potential بتاعه is less than that of other a of any other elements خلاص كده يا حضراتي طيب طب ايه تاني قال لي ده بيعمل لي chemical activity activity they are very active elements نشاطين جدا لان هم they tend to lose الـ electron ده طب هو عامل lose للـ electron ده وعايز يعمل lose الـ electron تاني فال second ionization بتاعه هيبقى ايه قال لك هيبقى very high طب ايش معنى لانه هو لما هيلوز الـ electron هيبقى شبه الـ noble gas طب لما اجي اعمل lose تاني من حاجة stable هيعمل lose للـ electron بسهولة طبعا لا هيحتاج energy ضخمة جدا خلاص كده فبالتالي انا ممكن اقول لك ان الـ first ionization بتاعهم وليكن مثلا 500 كيلو جول لما اقول لك الـ second ionization هتلاقي الرقم ضرب في العالي بقى ايه 10,000 خلاص كده فالـ difference ما بين الـ first والـ second difference كبير ايه difference كبير جدا بيحاول يقربها لك هنا بالـ graph ده انه جايب لك هنا اقل first ionization هو وهكذا خلاص كده طيب نثق كمان عن انه هم عندهم one electron في outer most وبيعملوا lose للـ one electron ده مش هم ما بيعملوا lose يبقى بيحصل لهم ايه بقى process عملية اسمها ايه في الترمي الاول قالك لما الـ element يعمل lose يبقى بيحصل له process اسمها oxidation خلاص كده يبقى lose يعني oxidation طب لما يبقى lose oxidation يبقى هو any agent بنعكس على طول يبقى هو reducing agent وكمان strong reducing agent طب very strong reducing agent ليه لانه هو اصلا هيموت ويلوز الالكترون ده فبمجرد ما ييجي يعمل reaction مع حاجة هيديله الالكترون بسهولة فيبقى عمل lose بسهولة يبقى هو very strong reducing agent خلاص كده طيب يبقى هو because of their ability to lose the valence electrons easily بيلوز الالكترون بسهولة طالما بيلوز الالكترون ده يبقى هو مثل فبيكون ionic compounds خلاص كده شبه النوبل جاز which precedes شبه النوبل جاز اللي بيصبقه ركز في كلمة precedes precedes يعني يصبقه يعني ايه الكلام ده يعني مثلا sodium 11 لما يلوز الالكترون هيبقى 2 هو كان 2 ات 1 لما نشيل ده هيبقى 2 ات بس فرجع فبقى شبه النيون 10 فهو شبه النوبل جاز اللي قابليه كان 11 بقى 10 يبقى بقى similar للالالكترونيك كونفجريشن بتاع النيرست نوبل جاز which precedes it طيب هم عندهم one electron فبالتالي بيكونوا bond اسمها metallic bond بس weak cohesive metallic bond أو weak cohesive force يعني ايه الكلام ده طبعا حضرتك ناس يعني ايه اصلا metallic bond مع انها كانت لسه في الدرس اللي قبل ده بص يا سيد المتاليك بوند هي عبارة عن ايه لو افترضنا ان انا عندي حتة صوديم حتة الصوديم دي بيكون فيها بوسط في اين او اللي هو بنون عليه نيوكليس مثلا وبيدور حواليها من بره ايه الكترون طب وانا لما بيكون معايا حتة صوديم زي اللي في الصورة دي هل بيكون فيها اتوم واحدة او اللي فيها اتومز كتيرة طبعا فيها اتومز كتيرة فبالتالي كل اتوم فيها نيوكليس وبيدور حواليها الكترون نيوكليس وبيدور حواليها الكترون نيوكليس وبيدور حواليها الكترون نيوكليس وبيدور حواليها الكترون انها اولب توب خلاص كده وفي اسمنت في النص بيربطهم ببعض بس انا عندي هنا الاسمنت عبارة عن الكترون واحد فبالتالي وان الكترون يعني الميتاليك بوند دي ايه ويك متاليك بوند فحتى كنا بنقول على ان الهاردنس بتاعتهم زيرو بوينت فايف في موز سكيل ماشي اللي هو السوديم سهل ان انت تقطعه بيدك او تقطعه بنايف او كده خلاص كده فهو ويك متاليك ايه بوند وطالما ويك متاليك بوند يعني يعني لو ميلتنج بوينت و لو بويلنج بوينت ما بين الايه ما بين الميتالز خلاص كده طيب بعكس لو جدت مثلا ايليمت زي الماجنيزيام العتوميك نومبر تويلف فيبقى تو ايد تو عندو كان في الاوتر مست تو فبالتالي الميتاليك بوند بتاعته اقوى من الايه من الاولاني خلاص كده حضراتي فعشان كده هم فيري ويك متاليك بوند فبالتالي هم عندهم lowest melting point ولوست boiling point عشان هم عندهم في الاوتر مست كامي الكترون خلاص كده كده احنا خلصنا property number one احنا قلنا property number one انه هو ايه presence of single electron in the outermost energy level عندهم كامي الكترون في الاوتر مست single a electron نتج عنها بقى بيدو oxidation state plus one strong reducing agents الفرست ionization very low والسكند ionization very high الميتاليك بوند بتاعتهم very weak low melting point low boiling point كل ده نتج من حاجة واحدة لسا هم presence of single electron in the outermost energy a level طب تعالى نشوف تاني property تاني property their atoms have the largest atomic radius هم اكبر radius في التابل وده طبيعي انت عارف انت وانت ماشي ناحية اليمين الاتوميك ريديس بيحصل له ايه decreases بيقل فانا ببتدي برديس كبير وعكاية يقل 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 لغاية لما نوصل لأصغر ريديس في اللورين طيب طب وانا نازل لتحت بقى الريديس بيحصل له ايه بيحصل له increase بسبب برضو ان هم عندهم largest atomic radius في التابل النتج عنها شوية حاجات كتيرة زي ايه كده اتك وانا نازل لك اول حاجه كل ايه مالك في النتج عن الريديس بيحصل له ايه كما غير مالك في الريديس في بيريود يعني ايه هينتق عنها برضو شوية حاجات ايه هي؟ قالك easily loss of valence electrons سهل ان هم يعملوا lose للالكترونز بتاعتهم اللي برا طب ليه؟ ده ان هو radius بتاعه كبير كلما radius يكون بتاع الاليمنت كبير فالالكترون اللي في الاوتر مست بيبعد عن مين؟ عن النيوكليز اللي في النص خلاص كده؟ فكلما الالكترون ما بيبعد كلما بيبقى سهل ان هو يعمل lose للالكترونز ايه؟ ديه خلاص كده؟ فبالتالي بيكونوا highest electropositive and reactive non-A metals يعني اكتر element بيكونوا electropositive يعني بيلوز الالكترون فبيتحولوا لpositive ions او بنقول عليها سمع كتاينز وreactive non-elements يعني عناصر بتتفاعل بسهولة طب ايه تاني؟ قال لي نتج عن انهم ليهم largest radius بقيت ال properties low اللي هي ايه؟ very low electron negativity compared to other elements عندهم very low اي property تاني electron affinity very low الايونيزيشن طبعا very low خلاص كده؟ طيب اه بعدين قال لي يكونوا مع non-metals ionic compounds طيب اشمعنا؟ يعني ايونيك؟ ايونيك يعني ال difference في الإلكترونيجاتيفتي يكون رقم greater than 1.7 طيب كويس انا عندي دول metals الإلكترونيجاتيفتي بتاعتهم very low هيرتبطوا من non metal من النمتال بتاعته الاليكترونيجاتيفتي بتاعته high فلما مش هقول very high هقول high بس فبالتالي لما نجيب واحد Element قوي في الإلكترونيجاتيفتي وإلمنت ضعيف جدا في الإلكترونيجاتيفتي ال difference اكيد يبقى اكبر من 1.7 فبالتالي هيكونوا هي Ionic A Compounds Strong Ionic Compounds طيب عندهم Low Dentists طب ايه علاقة الدينستي دلوقتي هو مش في قانون بيقول ان الدينستي equal mass over volume طب هو مش الفوليوم ده اللي هو ليه علاقة بالرادئس كلما الرادئس ما بيكبر يبقى معناه ان الفوليوم بيزيد طب ايه العلاقة ما بين الفوليوم والدينستي كلما الفوليوم ما يزيد الرادئس يعني يزيد الدينستي بتاعتهم بيحصلها هي decrease يبقى زيهاف Low A Low Dentists حتى لو جبت حتة صوديم رمتها في مية هتلابت تعمل فلوت بتطلع فوق سطح المية لو جبت حتة بوتاسي برمتها في مية هتلابت تفرقع فوق سطح المية بقى اصبح كده Low A they have Low A Dentists طيب ايه تعني قال لي Easy liberation of electrons from the outer surface of some alclimatals يعني ايه الكلام ده في بعض الالمنس اللي فيهم زي البوتاسيوم والسيزيوم سهل اننا اعمل لهم lose للالكترون عن طريق exposure to a light التعرض للدوق وبنسمي الفينومينا دي اسمها The Photo Electric Phenomena يعني ايه الكلام ده يعني فيه حاجة اسمها The Photo Electric Cells اللي هي ايه The Photo Electric Cells دي الخلايا اللي هي بتشتغل بالايه بالضوء يعني مثلا زي ايه يعني مثلا تفتكر عمدان النور بتاعت الشارع دي هل بينزل شخص يضفيها وينورها كل يوم طبعا لا بيكون يعني لو وننا مثلا ده كده العمود بتاع النور دوت مثلا وده الكشاف فالعمود ده بيكون راكب عليه حاجة من هنا كده اسمها خلية خلاص كده الخلية دي بمجرب ما بينزل عليها دوق الشمس هي بتحس بالضوء بتاع الشمس ده فبتبتدي انها تفصل الكهرباء عن النور خلاص كده عن العمود يعني وبعد كده لما دوق الشمس ده بيروح ما بيبقاش موجود خلاص فبتبتدي بحس ان تحس ان الدوق مش نازل عليها فبيبتدي ان هو يعمل ايه يبتدي ان هو يروح مشغلك اللامبة ديات ويروح مخليها ايه منورة يبقى اصبح كده دلوقتي الفوتوالكتر اكسلز دي بتحس باللايك بتحس باللايك يبقى لازم اجيب لها element بتلوز الالكترون زي بتاعتها بسهولة جدا مين اقتر elements بيلوز الالكترون بسهولة هو السيزيوم عشان ليه largest radius والA والبوتاسيوم خلاص كده طيب واحد يجي يقول لي تم فيها مصطف النص ما بين البوتاسيوم والسيزيوم في element اسمه الروبيديوم ايه بس احنا برضو محكمين بالانتشار بتاع ال element يعني هو موجود بنسبة قد ايه خلاص كده طيب يعني طبعا اكترية elements اللي بتستخدم في حاجة زي كده بيكون البوتاسيوم عشان هو موجود موجود بايه بنسبة كبيرة على الارسز ايه على الارسز كراس خلاص كده تعال نشوف السؤال ده بيقول لي الاليسيوم element is not used in photoelectric cells طبعا لما باستخدمش الاليسيوم طبعا عشان الاليسيوم الريدياس بتاعه صغير فصعب انه هو يلوز الاليكترونز بتاعته او مش بيعمل لوز بسهولة زي بقيت الايه الاليسيوم قال لي عشان الاليسيوم is high compared to light energy ولا عشان الريدياس بتاعه large طبعا الريدياس بتاعه large دي غلط ولا الاليكترونيجتيفتي high برضو غلط الاليكترونيجتيفتي low ولا الفيلانسي شيل contains only one electron طبعا معنى انه عند one electron يبقى يستخدم في الفوتواليكتريك سيلز يبقى برضو غلط يبقى الاجابة تكوني a فده معناه ايبقى الاليونيزيشن بتاعته high الجهد بتاعه عالي بيلوز الاليكترونز بطاقة كبيرة شوية فبالتالي الانرجي لما تكون كبيرة compared to light اللايت الطاقة بتبقى ضعيفة شوية فمش هيلوز الاليكترون عن طريق بيحتاج طاقة ايه اعلى فعشان كده مش بيستخدم في الفوتواليكتريك ايه في الفوتواليكتريك سيلز تمام طيب البروبرتي التالتة احنا كده خلصنا ايه خلصنا ان هم they have one electron in outer most energy level ايه تاني قولنا they have largest atomic a radius وكل واحدة بيترتب عليها شوية حاجات طيب ايه تاني قالك عندهم atomic spectra يعني ايه atomic spectra او حاجة اسمه dry detection كان فيه عالم في الترمي الاولاني خدناه كان اسمه بور بور كان بيجيب الاليمنت يديله ايه يديله انرجي فبالتالي الاليكترون اللي في الاليمنت يبتدي يحصله excitation يطلع الايه الاليكترون ده لليفل ايه اعلى فلما الاليكترون يطلع لليفل عالي يبتدي يلوز الكوانتوم اللي هو خده ده ويبتدي الاليكترون زيرجع لطبيعته فوهو الاليكترون راجع كان بيعمل emission اشعاع لradiation الradiation ده كان فيه تلات انواع منه ultraviolet و infra red و visible spectrum خلاص كده نفس الفكرة هنا الاليمنت دول لما بنيجي ندي لهم quantum of energy يبتدي الاليكترونز بتاعتهم يحصل لها excitation تسيب الليفلز بتاعتها وتطلع لليفلز اعلى الاليكترونز وهي راجعة تاني للنورمل او للground state وهي راجعة تاني للليفل الطبيعي بتاعتها تبتدي تعمل emission للكوانتوم اللي هي اخدتهم فالإميشنز دي بتخرج في صورة ايه في صورة اشكال او الوان للفليم طب احنا بنعمل التجربة دي ازاي بص يا سيدي احنا بنجيب صورت ماشي يعني بتروح مثلا ايه في المعمل كده ضرب البلطو بتاعك واخد صورت كده الصورت ده unknown مجهول بالنسبة لك ما تعرفش ايه الحاجة اللي فيه والدكتور بيقولك انا عايز اعرف ايه هو الكاتين اللي موجود جواهنا كاتين ده ممكن ويرد يكون لسيام صوديم بوتاسيام سيزيام ممكن يكون اي حاجة من دول ففي حاجة اسمها dry test او dry او flame test بنجيب حاجة اسمها penzen flame ماشي وpenzen flame ده مش عشان هو اسمه penzen فهو بيكون فيه penzen لا اول فكرة كلها ان هو بيعمل burning للفليول بيعمل بيحرق الوقود اللي داخل دوت بس complete combustion فبيطلع حاجة pure خلاص كده ما فيهاش ما فيهوش اي دخان او كده penzen flame ده بنروح جايبين حاجة اسمها platinum wire silkyd 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 نروح شايلين بيها salt ونروح حطينها على النار مقربها من الحت دي كده من اللي هي non eliminated a region بمجرب مقربها من النار لو لقيت لون الفليم بتاع البنزن اتحول للون crimson اللي هو ايه احمر قرموزي او اللي هو بنقول عليه زي مثلا زي بيتي كده مثلا خلاص اا يبقى ده ليسيام طب لو ادالنا لون جولدن يالو يبقى ده صوديم طب لو ادالنا لون بقى ده ايه خلاص كده اا كده احنا عملنا حاجة اسمها dry ايه dry test خلاص كده بس في حاجة البلاتينام وير must be cleaned لازم تتنظف اول باول ليه لعني لازم البلاتينام وير ده نحطه في hydrochloric acid and clean it طب ليه لان البلاتينام وير ده وارد لما انت تيجي تعمل تجربة بعد كده وبعدين تحطه على النار تلاية راح اتمديه لك مثلا لون كريمزن وبعد كده اسفجاتا قلبت لون golden yellow واللون سبت على golden yellow طب ده معناه ايه هتقولي ده فيه ليسيام وسوديا لا هو فيه كتاين واحد وما الجيل ليسيام ده منين اللون الكريمزون ده ازاي اصلي كان فيه حد قبلك كان عامل التجربة وما عملش cleaning للبلاتينام ايه وير ما ننظفهاش كويس فبالتالي فيه بواء ان الصورت بتاع الليسيام لسه موجودة على البلاتينام ايه البلاتينام وير فعشان كده بنقول لازم نعمل لها ايه cleaning عن طريق الهيدروكلوريك ايه اسف خلاص كده ده كده property number cam number 3 تعالى ندخل بقى في property number cam number 4 بيقولي effect of atmospheric air هل بيعملوا reaction مع ال air طب تعالى نشوف هعملوا reaction ازاي مع ال air ايه اكتر حاجة اكتر المنت موجود في ال air هو nitrogen خلاص كده فبالتالي لما طبعا ال O2 هما بيحصلوا موكسيديشن مع الاكسجين بيفقدوا اللاستر بتاعهم بسهولة يعني شايف كده الصوديم شايف ده الحتة ريه بتلمع جدا والحتة اللي فوق دي مصدية عن لرست مش بتلمع ليه عشان اللي فوق ده ايه ايه اير متعرض للهوا فبيلوز اللاستر ايه بتاعه خلاص بيتفعلوا مع الاكسجين وبيلوز اللاستر كمان بيعملوا reaction مع ال nitrogen اللي هو ال nitrogen ده بيبقى خلاص كده طبعا ال nitrogen ده ال nitrogen فيتحدوا مع بعضي كونولي ال nitrogen ازاي يجي الرمز ده ال nitrogen ده في جروب كام جروب 1A طب ال nitrogen في جروب كام في جروب 5A طب ال nitrogen في جروب 5A يبقى بيجين كام ال الكترون؟ بيجين سري بياخد سري ال الكترون فلو عملناك رس فال Li هتاخد سري والن هتاخد 1 يطلع Li سري AN يبقى اصبح كده انا عملت reaction ال i plus ال N2 طبعا ال nitrogen gas لازم يبقى N2 من عندك هما ال ال elements اللي بيبقى 2 عندك مين عيلة i بقى مين عائلة اين فلورين اف تو كلورين سي لتو برومين بي ار تو ايودين اي تو هم السفن الامنس دول اللي بيبقوا موجود في موجودين في سورة ضاي ايه ضاي اتوميك يعني تو اتومس هيديني ال اي سري ان ده الرمز ده ثابت مبيتغيرش طب ليه ال اي سري ان عشان الليسيام بيلوز بان والنايتروشن بيجين كام بيجين سري وبعد كياه نعمل عندي مدخل هنا لسيام واحدة ومخرج هنا لسيام سري فحط هنا سري جاي مدخل هنا ان تو ومخرج ان واحدة فنحط هنا تو تم انا كده عكت الليسيام فاضطريت ان انا تو تايم سري احط هنا كام حط هنا سيكس ليسيام زي ما هي ما مكتوب ايه قدامي خلاص كده انا بحاول افاهمك اللي جات ازاي اللي بيطلع ده اسمه ليسيام نايترايد اللي بيطلع ده اسمه ليسيام ايه نايترايد ركز بها معي عشان في كام حاجة كده لازم تحفظهم في فرق ما بين كلمة نايترايد دي كده معناها ان ماشي ان نيجاتف كام سري يعني بيجين سري اليكتر وما بين كلمة تانية اسمها نايترايد 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 وما بين كلمة تانية اسمها نايترايد دي ان او تو نيجاتف ايه وان خلاص كايا حضر دلقاتي طيب يبقى دول الايه الجروبس المهمة لازم تحفظهم طيب هنجيب الوي سري ان ده واسمو ليسيام نايترايد ماشي. وفعله مع مين مع الووتر.جد 3. قبل اوˀ 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 اوː اوˀ 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 اوˇ underscore اللي بيبقى اخره H بيبقى Acid اللي بيبقى اوله H اصله بيبقى Acid خلاص كده لكن ده OH يبقى ده Pays أو اسمه Alkaline طب ما هو اصلا جروب وان ايه كلها اسمه Alkaline Metals يعني بيكونه Alkaline Solution كلاس ايه الجاز اللي طالع ده اللي هو اسمه الامونيا جاز خلاص كده خد بالك الامونيا مهم جدا في المنهج لو مسألكش عنه في هيسألك عنه في في اللون بير وفي البوند بيرز وفي البوند وفي الكمباوند اللي بيكونها انواع البوند اللي فيها وفي الانجل وفي الستيريو ستراكش فهو بيسألك عن كذا حاجه فيه خلاص كده طيب هنا بيقولك بقى الجروب 1A طبعا اركبت under the surface of A كيروسين وفي ماده تاني غير الكيروسين اسمها Paraphene oil خلاص كده يبقى اول ما بيتحافظوا في كيروسين اما في Paraphene oil زيت برافين طب اشمعنى to prevent the reaction with human air عشان ما يتفعلوش مع الهوى اللي فيه رطوبة لانه هما high chemical activity نشطين ايه جدا من كتر الاكتيفتي بتاعتهم بيعملوا كمان reaction مع مين مع الوتر ازاي احنا عندنا فيهم ليسيام وصوديم وكوتاسيام وكلام ده كله في حاجة اسمها الى كنت خطوها زمان كان اسمها chemical activity series متسلسلة كده المترتبين بحيث ان احنا بنبدأ بفوق بالاكتيف زي السوديم والبوتاسيام والحاجات دي وتلاقي فيه تحت هنا الهايدروجين وتحت خالص الكبر واللي مش عارفه السيلفر والجولد وهكذا الاليمنز اللي فوق مور اكتيف فبيقدروا يعملوا للهايدروجين لانه هما انشط من الهايدروجين طب انا هجيب دلوقتي متل من جروب وان ايه اللي هما الالكالاين متلز دول وخليهم يعملوا reaction مع الوتر زي مين كده زي السوديم دي اشهر تجربة بتحصل في الايه في المعامل تمام بنجيب حتة سوديم ونحطها في الوتر ايه اللي بيحصل؟ السوديم ده is more active than e السوديم is more active than hydrogen ادي السوديم هو وهدي الـ H2 فالسوديم active than الهيدروجين فبيريبليس الـ H فيددنا ايه؟ يددنا NAOH اللي هو اسمه سوديم هيدروكسيد هو كده عامل ريبليس الـ H واحده يعني هو كان فيه H2 خرج NAOH وفيه H واحده هنا طيب انا كده محتاج اعمل بالانس للإكوشن طب انا دلوقتي هل ينفع الـ H تخرج H بس؟ قلنا هيدروجين لازم يخرج H2 فيبقى H2 Evolves خد بالك بقى عشة الهيدروجين جاس ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيرنس وسبوب ساوند ده من ضمن الـ بتعمين بتاع الهيدروجين ان انا بحدده ازاي؟ عن طريق انه هو بيعمل بيرنس وسبوب ايه؟ وسبوب ساوند خلاص كده؟ طيب ده كده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للهيدروجين جاس طب تعالنا نعمل بالانس بقى ادي ايه؟ وادي ايه؟ مظبوط ادي H2 وخارج H هنا وH2 يبقى H3 فزود الى داخل ده حط هنا كام 2 فهنا بقى 4 هيدروجين وبقى 2 O فنحط هنا 2 عشان يبقى الأكسجين وكمان بكام 2 كده انا عكيت السوديوم وبقى هنا ب2 كده الإيكويشان اتزبطت تعالى بنا نعمل بالانس ادي اتنين ايه؟ وادي اتنين ايه؟ ادي 2H2 يعني 4 وادي ادي 2H وادي 2H يعني برضو كام 4 فكده خلاص الإيكويشان ايه اتزبطت الرياكشن ده بيحصل بيبقى فيجورس رياكشن يعني ايه كلمة فيجورس رياكشن يعني تفاعل عنيف تفاعل بيكون مصحوب بانفجار تمام؟ طبعا اشهر التجارب بتحرق المعامل بتاعت المدارس هي تجربة الايه؟ تجربة السوديوم دي ليه؟ لانه لو خدنا نسبة سوديوم مش محسوبة او السوديوم زاد عن حده او كده ماشي فالانفجار بيكون انفجار ايه كبير شوية لان حتى الرياكشن بتاعه بيبقى فيجورس تفاعل عنيف وايكزو سيرميك يعني ايه كلمة ايكزو سيرميك؟ يعني الرياكشن بيريليز هيت بيريليز ايه؟ هيت بيطلع كمية حرارة كبيرة جدا خلاص كده يا حد دلوقتي طيب طبعا الرياكشن بيبقى اقوى كلام ما بنزل من عند الليسيام لتحته خالص لمين للسيزيام يعني اقبار واحد في الاكتيفتي بتاعيتهم هو مين السيزيام خلاص كده كده احنا اخدنا كان بيروبرتي كده نرجع تاني نقول احنا اخدنا البروبرتيز اول حاجة ان هم عندهم وان الكترون في الاوترموست ليهم لارجست اتوميك ريديس ليهم كاركترستيكس كالر في او الفليم تيست اللي هو بيدي كريمزون وجولد ييلو مش عارف ايه والحاجات دي بيعملوا الرياكشن مع ايه في الرياكشن بالزبط بيتفعلوا مع النايترويجن وبيكونوا حاجة نايترايد خلاص كمان بيعملوا الرياكشن مع الووتر اه وبيطلعوا هايدرويجن جاس والرياكشن بيكون مور فيجورس كل ما بننزل ناحية الايه السيزيام فضل لنا 5 بروبرتز كمان الرياكشن وز اكسجن وهايدرويجن واسدز ونوم ميتلز والاستابلتي بتاعت الاكسجينيتد ايه سولتز بتاعتهم طيب تعال نشوف طبعا بس في حاجة ملحوظة هنا كده شايف ده اخر ايه اخر او اتش اخر او اتش يعني الكل اي تموم مواصل مواصل اسموهم الكل ايه لان معظم الرياكشن بتاعتهم بتطلع ايه او اتش طيب تعال نشوف الرياكشن بتاعتهم with او او اكسجن تفاعلهم مع الاكسجن بيتفاعلوا ازاي فقال لك هنا جروب اون اي بيعملوا الرياكشن مع الاكسجن وبيطلعوا لي اكتر من نوع من الاكسجن خلاص كده يعني انا عندي فيه ثري تايب Normal Oxide Pedoxide و The Super Oxide These normal Oxide pick the Oxygen The Oxygen reduce theitted Mart is Bad peroxide Pair Oxide Oxygen EssS Super Oxide ExS 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 One has comeast to explain that the Oxygen ánt Subside ExS There第三 ExS وكلهم بالنجاتف لأن الاكسجين عنده فبالتالي بيعمل لاللكترونز فبالتالي الاكسجين دوت بيبتدي انه هو يسحب الالكترونز نحية نفسه بياخد اشارة نجاتف طيب ازاي احسب لسيوم اكسجين ادياني لاتو او او ده لسيوم اكسايد احسب الوكسيديشن نمبر ازاي اول حاجة بنبتدي نعملها كأنها اكوشن بساوي الكمباوند ده طالما مافيش اشارة فوق هنا يبقى بساوي بكام بزيرو طيب الليسيوم ثابت بوان ما احنا قولنا في اول خالص ان هما بيدو اكوشيديشن ستيت ثابتة بلاس وان ما بتتغيرش تمام يبقى هنا عندي تو ليسيوم تايمز وان بلاس الاول لانا معرفهاش ايكوال زيرو طيب 2x1 بكام بتو اودها الناحية التانية تبقى كام نيجاتيف 2 فيطلع الوكسيديشن ننبر بتاع الاكسيديشن بكام بنيجاتيف 2 يبقى ده اسمه نورمل اوكسيدي طيب السوديم با بيددينا حاجة اسمها بيروكسايد سوديم بيروكسايد بيروكسايد ده رمزه ايه ا ن ا ا تو او طو برضه نفس الكلام اعملها كأنها ايكوشن هنشيل ال ا دي ده وتحط 2x1 عشان السوديم بواواكسايد بعد كده plus mean O2 بسوي compound ده بكام بزيرو 2 times 1 دي هتبدلنا 2 هتروح للناحية التانية تبقى negative cam تبقى negative 2 يبقى O2 equal negative 2 طب ما أنا عندي هنا 2 أنا عايز أحسب الأول واحدة فعمل O divided cam negative 2 divided 2 خلاص كده يبقى O هتطلع ب negative cam negative 1 خلاص كده فهنا يبقى ده اسمه peroxide يبقى Ooxygen لما يكون ب negative 1 يبقى بيروكسايد والأخيرة نفس الكلام بس هتطلع negative A half زي البوتاسيام والروبيديام والسيزيام هم اللي بيكونونا السوبر A السوبر اوكسايد اللي هو KO2 ماشي بس ده طبعا الرياكشن ده بيحتاج يحصل في هيت اللي هي cam 300 وده 300 وده cam 100 بس 180 ماشي طيب ده كده المقارنة ما بين النورمال اوكسايد والبيروكسايد والسوبر اوكسايد هنعرف استخداماتهم بيستخداموا في ايه دلوقتي تعال نشوف test yourself بيقول لي which of the following shows the correct sorting of the oxides البيروكسايد تفعلونا البيروكسايد ده الاكساديشن نمبر negative 1 السوبر اوكسايد الاكساديشن نمبر بتاع الاكساديشن negative half والضاي اوكسايد يعني فيه O2 تمام كده هو حتى اسمه داي اوكسايد يعني اتنين اوكسايد طب هنا بيروكسايد KO2 ولا H2O2 ولا KO2 ولا H2O2 تعال نحسب الوكساديشن نمبر بتاع الكي أو 2 ده الكي أو 2 ادي كي plus O2 اساوي الكمباوند بكام بزيرو الكي ب1 plus O2 equal 0 تمام فهودي الوان ده الناحية التانية يبقى بالنجاتيف 1 يبقى الكي أو 2 بنجاتيف 1 يبقى الاول واحدة بنجاتيف هاف يبقى الكي أو 2 ده اول واحد ده سوبر اوكسايد طالما نجاتيف هاف يبقى سوبر مش بير اوكسايد يبقى الاول واحدة غلط وC برضو ايه غلط وكده كده إجابة B وD نفس الحاجة يبقى اللي اتنين هينفع طب تعال نشوف السوبر اوكسايد السوبر اوكسايد بنجاتيف هاف احنا لسه يلنها بKO2 يبقى الإجابة هتكون ايه هتكون بي خلاص كده البي بي أو 2 طبعا البي بي بي يكون هنا الوكساديشن هو اللي بنجاتيف 2 ماشي فده اسمه نورمال اوكسايد والبي بي هنا بلاس 4 خلاص فده ده ده يبقى اللي اجابة هتكون ايه هتكون بي تعال نشوف بقى استخدامات البي روكسايد والسوبر اوكسايد بما انهم فيهم اوكسايد كتير فبنستخدمهم از سترونج اوكساديزنج ايجن يعني ايه كلمة سترونج اوكساديزنج ايجن اعرف والله اول حاجة مخك هتروح تقول بيحصله صح مش غلط بس انا عايز اترجمه بطريقة تانية سترونج اوكساديزنج ايجن معناها مادة بتدي الاكسايد جفز اكسايد فبالتالي هو بيقولك يعني ايه الكلام ده تعال نشوف بقى ده بيقولك ايه اول حاجة ايه 2O2 ده طبعا سوديا بيروكسايد بيتفعل مع الووتر يدي لك النيويتش برضو هنا ده ايه الكلاي خلاص و H2O2 ال H2O2 ده بنقول عليه اسمه هيدروجين بيروكسايد ليه اسم تاني غير كلمة هيدروجين بيروكسايد هيدروجين بيروكسايد ده ده بيستخدم بيباع في السيطالية اسمه ميت اكسوجين خلاص كده نفس الكلام النيويتش بيتفعل مع الاسد ال HCL يدي لك هنا النيويتش و H2O2 يعني يدي لك هيدروجين بيروكسايد طب تعال نشوف السيميلاريتي ما بين التو اكويشنز التو اكويشنز ادو لك في الاخر H2O2 لكن واحدة اديت لك الكلاي ده ديفرنت بقى والتانية اديت لك ايه سولت تمام بنفس الفكرة السوبر اكسايد كومباونز ري اكتو وز ووتر واسد برضو 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 بس الفرق ان هنا هيدروجين بيروكسايد هيدروجين جاز خلاص كده يعني برضو يدي لك هنا ده هيدروجين بيروكسايد بس ده سوبر اكسايد KO2 وKO2 خلاص كده مع الووتر ومع الـ HCl مرة يديك الكلاي نفس الكلام وهيدروجين بيروكسايد واكسايد مرة يدي لك سولت وهيدروجين بيروكسايد ويه تاني اكسايد يعني ايه اصلا كلمة سولت سولت يعني متل مرتبط بايه بنن متل خلاص كده يعني يعني مكونين ايونيك ايه فعشان كده بنقول عليهم اسمهم strong oxidizing agents خلاص؟ فبنستخدم مثلا حاجة زي potassium super oxide ده في closed areas في المناطق اللي هي المقفولة ده مش معنى عشان بيعمل purifying للاير بينقي الهواء طيب زي مين؟ زي السubmarines اللي هي الغواصات والair planes ضيارات فدول بيكون فيهم نسبة من الكربون ديوكسايد مثلا لانه ما كان مقفول والناس بتتنفس جوه فبالتالي بيكون فيه كربون ديوكسايد كتير فالكربون ديوكسايد ده نبتدي ان احنا نسحب الهواء اللي في المكان ده ويعدي على filters الفلاتر ديه بيكون فيها potassium super oxide فقادي potassium super oxide ده هو K-O2 مع الكربون ديوكسايد اللي جاي من الair في وجود catalyst يتحول ل K2CO3 plus A الجاز اللي طلع ده oxygen يعني انا حولت potassium super oxide ماشي خليت في الاخر خالص بدل ما كان داخل كربون ديوكسايد حولته بقى ايه بقى oxygen خلاص كده طيب ده كده بالنسبة للإيه للاستخدامات بتاعت الاكسايدز بتاعتهم الـ preparation part بتاعتهم ازاي نحضرهم قالك بنحضر normal oxides بتاعتهم بتاعت الاكسايد ندوب الأول المثال في أمونيا وبعدما ندوبه في الأمونيا نحسب له كمية الأكسجين خلاص كده نضيف له كمية أكسجين معينة ده النورمال أكسايد الأيديا الأكسايد بقى اللي هو الطبيعي اللي هو عبارة عن مثل بيتحرق في وجود الأكسجين فبيتلع لك المثال أكسايد خلاص كده طيب طبعا المثال أكسايد دول او اللي هم بتوع جروب 1A بيكون strong basic A أكسايد لما بيتفعلوا مع الووتر بيكونوا لك ايه strongest alkaline solution except مع هذا الوحيد اللي فيهم weak Li2O خلاص كده طيب test yourself if you tell me what is the similarity between the reactions of potassium superoxide and we suppose water and hydrochloric acid احنا هنجيب دلوقتي ايه السوبر اوكسايد هنجيب حطو مرة على الووتر ومرة على الايه على الاسد ايه التشابه هل الاتنين هيددوننا sort water تعالى نطلع فوق منشوف ادي هو ادي السوبر اوكسايد مع الووتر و ادي السوبر اوكسايد مع الهيدروجلوريك اسد هل الاتنين يدوننا sort water طبعا لا واحد اده الكلاي واحد اده sort وثم اني مخيش بوتر اصلا طالع يبقى اول واحدة كده ايه غلط هل الاتنين مطلع لي colorless substance مواد ملهاش لون الله اعلم ده انا مش عارفها مش متأكد منها طيب هل الاتنين بيطلعوا متل هيدروكسايد تعال انشوف طبعا ده طلع متل هيدروكسايد لكن ده بطلع ايه salt يبقى الاتنين مش مطلعين متل هيدروكسايد يبقى دي مستبعدة برضو خلاص هل الاتنين بيطلعوا acid وهيدروجين برضو غلط مش بيطلعوا acid وهيدروجين يعني كده الاجابة هتكون بيه بالاستبعاد ولمعلوماتك group 1A ما بيكونوش solutions لها colored لا دايما solutions بتاحتهم بتبقى colorless ملهاش ايه ملهاش الوان وهتعرف ده بالتفصيل ان شاء الله ليه في تالت سنوي في اول درس على طول يعني واركد اكزامبل بيقول لي when a piece of sodium is lifting air a layer x is formed سبت السوديم في الهوى فطي اكيد اللير دي هتبقى layer ايه oxide خلاص كده طيب is formed on its surface by dissolving this layer in water a solution y is produced اتكون solution y طالما ده وبتاع في الووتر ويتكون solution y يبقى ده كده alkaline وطالما alkaline يبقى اخره ايه يبقى اخره OH قال لي بقطة زا كيميكا لفورميلا of x and a y طبعا اه هنا دلوقتي اللي هيتكون قلنا y ده هيبقى OH يعني الاجابة يا بي يا اما ايه سي وهستبعد ايه ودي فضلي بقى لما سيب السوديم في الهوى هيتكون لي ايه sodium oxide اللي هو normal oxide ولا هيتكون لي sodium peroxide طالما sodium lifting air سيبه في الهوى يبقى بيكون لي normal oxide الطبيعي يعني كده الاجابة هتكوني هتكون بي مش هيكون الpyro a الpyroxide خلاص كده طيب property number 7 بيقول لي reaction of alkaline metals with hydrogen هنفعل ال alkaline مع الhydrogen طيب الhydrogen ده في group 1A معاهم group 1A كلها oxidation number بتاعها ثابت بplus 1 حتى الhydrogen بيكون بكام بplus 1 الا لو الhydrogen ده ارتبط بمثل من group 1A من نفس group يتحول الoxydation number بتاعها بكام بالnegative 1 فيكون لي metal hydride او ionic hydride يعني ايه الكلام ده ادي ايه اليسيام اوه تمام اليسيام مع الhydrogen ايكون لي L-I-H ليه طلع L-I-H مع اصل اليسيام بيلوز 1 والhydrogen بيجين 1 فنعمل cross يطلع اسمه ايه L-I-H خلاص كده؟ طيب هنا دلوقتي اتكون لي اسمه اليسيام hydride او sodium hydride خلاص كده؟ طيب الhydride زي بقى ادية انا عندي l-oxydation number بتاع اليسيام او L-I-H ده oxydation number بتاع اليسيام ثابت ب1 الhydrogen معرفوش طالما ما فيش اشارة فوق يبقى بساوي ال compound بكام بزيرو اود ال 1 الناحية التانية فيطلع الhydrogen بكام بnegative 1 يبقى اصبح كده دلوقتي الhydrogen طول عمره ثابت بplus 1 الا لو جيه مع ال group 1A مع ال alkaline metals فيدي negative 1 الhydride بقى بيبقى reducing agent ليه reducing agent لانه بيبدي الhydrogen اللي فاتوا الاوكسايد كانوا oxidizing agents لانهم بيدوا الاوكسجن يبقى اللي بيدي الاوكسجن oxidizing agent اللي بيدي الhydrogen بيبقى reducing a agent خلاص كده؟ because they react with water والhydrogen gas evolves والhydrogen gas ده من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها اسمها reducing a agents سؤال test yourself هنا بيقول لي when ionic hydride compound reacts with water equals a لما الhydride يتفاعل مع الووتر يددنا ايه؟ طيب احنا لو رجعنا هنا هللاقي ان الhydride ده هو دي lysium hydride لما يتفاعل مع الووتر داني lysium hydroxide يعني alkaline خلاص كده؟ وين الجاز اللي طلع؟ الhydrogen ايه؟ الhydrogen gas فهو هنا بيقول لي هيطلع لك ايه؟ هل هيطلع لك acidic solution؟ طبعا غلط طيب هيطلع لك positive hydride ions طبعا الhydrogen بيكون oxidation number بتاعه بالnegative فبالتالي مش positive ولا هيكون basic solution؟ اه basic solution صح لانه هو هيطلع لي OH ولا negative metal ion فبالتالي الميتل اصلا بيكون positive دايما مفيش ايه؟ ما بيكونش negative property number 8 بيقول لي الرياكشن بتاع الالكلاي متل with acids خلاص؟ فقال لي هنا الالكلاي متل بيعمله replace للهيدروجين بتاع الاسد وبيحصل برضو الرياكشن بيكون vigorous reaction زي مين؟ زي قادي السوديوم هوت لما يتفاعل مع الهيدروكلوريك اسد فالصوديوم is more active than الهيدروجين فبي replace الهيدروجين ويدينا NCL ده salt ويتاني ويتش اتو جاز طب الـ H2 ده برز وسبوب ساوند فبالتالي برضو بيكون vigorous reaction يعني ايه كلمة vigorous reaction يعني تفاعل ايه عنيف خلاص؟ كده احنا جربنا نعمل اولا هم عندهم 1 في الاوترموست ليهم large atomic radius عملنا لهم try test بتاعهم الرياكشن بتاعهم مع الـ air اللي هو الـ nitrogen يعني ورياكشن مع الـ oxygen ورياكشن مع الـ water ورياكشن مع الـ hydrogen ودلوقتي جربنا مع مين؟ مع كمان الـ acids خلاص ادي كده 8 properties ندخل في نمبر 9، نمبر 9 بيقول لي reaction of alkali metals with non-metals مع الـ non-metals إلا يحصل طيب أنا عندي كده المتالز دول دول جروب 1A طب والـ non-metals دول أي حاجة من بعد جروب كام من بعد جروب 4A يعني 5A 6A 7A فدلوقتي لما جيب مثل معنام مثل هيكون لي any compounds هيكون لي ionic compounds فبالتالي الـ ionic compounds دي بتبقى اسمها ايه؟ salt تمام كده؟ طيب هيكون لك ionic halides اللي هي halide أصلا كلمة halide دي معناها salt زي مثلا sodium مع كولورين يدينا sodium coloride وتاسيام مع برومين يدينا potassium bromide وبرضو الـ reaction ده بيكون reaction vigorously تفاعل عنيف ليه؟ لأنه strong metal مع strong non-metals فبيديني ايه؟ salt والـ reaction بيبقى قوي خلاص؟ طيب لكن لو جبت مع metal مع non-metals بس ضعيف شوية زي السالفر او الفوسفرس الـ reaction ده بيحتاج heat بيحتاج hot alkali metal بيتفعل directory مع السالفر والفوسفرس ويدينا sodium sulfide او potassium phosphide وزاعتها برضو ايه؟ الـ reaction ده بيديني ايه؟ بيديني salt في نوت بقى هنستخدمها في ثالثة سنة وان شاء الله بس دي مهمة جدا 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 النوت دي بتقول لي ان اي salt فيه alkaline metal بيبقى soluble in water زي ايه salt فيه alkaline metal؟ ايه زي مثلا او sodium coloride يدوب في الوتر sodium carbonate هيدوب ايه برضو كمان في الوتر؟ sodium nitrate طب كل ده هيدوب في الوتر ليه؟ عشان فيه بصوديم من جروب وان ايه طب potassium sulfide تمام كده؟ برضو هيدوب في الوتر عشان فيه ايه؟ اه كوتاسيوم يبقى ايه حاجة من جروب وان ايه بتكون لي water soluble salt يعني ملح بيدوب فين في المية رأس كده؟ اخر property اللي هي number 2 بيقول لي action of heat on alkaline metal oxygenated salt يعني ايه الكلام ده؟ هاجيب salt فيه alkaline metal بس السلط ده لازم يبقى oxygenated ما اخد بالك ال NaCl ده؟ ده salt بس انا مش عايز ده انا عايز السلط اللي فيه oxygen زي ده مثلا KNO3 potassium nitrate K2CO3 potassium carbonate Na2CO3 sodium carbonate وهكذا خلاص كده؟ هنا عندنا فيه حاجتين هنتكلم على الكاربونيت وهنتكلم على ال nitrate فقالك ال alkaline metal oxygenated salt بيبقى مستقرين حراريا يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الكاربونيت don't decompose by heat except معادة الليسيوم كاربونيت طب لما هم don't decompose مش بيتفكيكم ما اللي بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم ملت يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جبت دلوقتي اي مثل كاربونيت عندك صوديم كاربونيت بوتاسيوم كاربونيت روبيديم كاربونيت اي مثل كاربونيت من دول وبتدي عمله heating ايه اللي يحصل؟ الماس بتاعته هتفضل ثابتة ليه؟ لانه هو مش هيحصله decompose مش هيتفكك يبقى انا لو جبت علاقه ما بين temperature والماس بتاعت الصوت الماس is constant هتفضل ثابت لانه هو مش هيحصله decompose مش هيتفكك امال هيحصله ايه؟ هيحصله ملت هينصهر فلما ينصهر الماس بتاعته سبتة مش هتتغير فلاز؟ امال لو جبت ليسيوم كاربونيت ليسيوم كاربونيت الماس بتاعته اللي هو Li2CO3 لو جبت علاقه مع temperature هلاقي الماس بتاعته بيحصله ايه؟ بتقل لغاية لما تثبت بس مش هتنزل كتير هتنزل حتة صغيرة عشان ايه الجاز اللي هيتر منه؟ الكاربون دايكسايد تعالى نشوف بهه عند 1000 ديجريس ريزيس يتفكك يدينا Li2O كده حصله decompose كلهم don't decompose except بعده مين؟ الليسيوم ايه؟ الليسيوم هو اللي بيحصله decompose وبيتير منه كاربون دايكسايد فالماس بتاعته بتنقص سنة بسيطة خلاص كده؟ المتال بقى nitrate بيحصله decompose partially by A by heat بيتفككه بالهيت زي مثلا sodium nitrate يدينا اخوز صغير بقى اسمه sodium nitrate وايه الجاز اللي هيطلع؟ اوكسوجين جاز الرياكشن بقى بتاع المتال نايتريد ده هو الرياكشن اللي بنستخدمه في حاجه اسمه gunpowدر يعني ايه الكلام ده؟ زي مثلا البوتاسيوم نايتريد ده او اللي هو بنقول عليه اسمه salt peter ده بيكون هو استخدمه في ال gunpowدر اللي هو البرود ده اللي هو اللي بيستخدم في المفرقعات والمسدسات والحاجات ده خلاص كده فقال لي هنا البوتاسيوم نايتريد ده ويتفكك يدينا نفس الكلام بوتاسيوم نايتريد يدي بوتاسيوم نايتريد وبرضو ايه الجاز اللي هيطلع؟ اوكسوجين جاز بس الرياكشن ده بيكون فيه اكسبلوجن من الواضح ان كل الرياكشن بتاعت جروب 1 ايه كلها تبقى او تفاعلات قوية ايه؟ قوية جدا خلاص كده طيب طبعا انا بيطبق موضوع ال gunpowدر ده على البوتاسيوم نايتريد نط سوديوم نايتريد طب ايش معنى؟ ان السوديوم نايتريد ده مادة هيجروسكوبك يعني مادة بتعمل ابسوربل الووتر فيبر بتمتص المية وتتبل طب دخان معاك انا لو جبنا الساروخ اللي هو ابتع رمضان ده الساروخ ده هل لو جبناه وبلناه بمية هيفرقع؟ طبعا لا فلما تكون الحاجة هيجروسكوبك يعني ابسوربل الووتر فيبر فبالتالي مش هتعمل الرياكشن اللي هو فبالتالي مش هيفرقع فاصبح كده دلوقتي السوديوم نايتريد ليه؟ لانه هو هيجروسكوبك سابستانس يعني مادة بتعمل ابسوربل الووتر خلاص كده حد دلوقتي يعني مادة بتمتص المية تعالى نشوف الوركت اجزامبل ده بيقول لي وقت ازا وقت ازا من السوديوم كاربونيت قول لي ايه تأثير الهيت على السوديوم كاربونيت كنا قولنا ان الال متال كاربونيت دونت دي كومبوز مش بيدوب مش بيتفككه بالايه؟ بالهيت معدل ليسيوم كاربونيت فده بالتالي مش هيتفكك بالهيت لكن هيحصله ملد هينصهر طب هل الماز بتاعته هتنقص؟ ولا هتفضل ثبتة يعني هتفضل ثبتة كده؟ ولا تقل؟ ولا تقل كتير؟ ولا ايه الدنيا؟ طبعا هتفضل ثبتة يعني الاجابة هتكون ايه؟ هتكون ايه؟ عايزين بقى نعمل اكستراتشن للالكلايميتلز ازاي نستخرجهم من القورز بتاعتهم يعني ازاي نجيب صوديم من الصوديم كلوريد هل لما بننزل في الناتشار بالنائي ان الصوديم كده بيكون ايه بس كده بيور؟ طبعا لا ما اللي بنلاقيه ازاي؟ بنلاقيه في الروكسولت اللي هو الاني سي ال خلاص كده؟ او اللي هو التيبلسولت يعني فاصبح كده دلوقتي احنا مش بنلاقيهم انديفيدوالي مش بنلاقيهم لوحدهم لكن بالليون في ايوني الكمباونز طيب عشان هما سهل ان هما يعملوا اللوز للالكترونز دولي امال ازاي ابتدي ان انا اطلع الصوديم لوحده ده من الصوديم كلوريد؟ عن طريق بروسس عملية اسمها الكتروليسز الكتروليسز معناها تحليل كهربي او تفكيك كهربي لمين؟ للمولتن للمولتن معناها المسخور بتاعهم خلاص كده؟ حاجة المنصهة رائيب بتاعتهم بس مهم جدا ان احنا نستخدم حاجة اسمها خد بالك في بعض الكلمات بتستخدم معاك السنة دي ولو مركزتك في كل كلمة فده هيضعفك كتير السنة الجاية في ثلثة سنوية خلاص؟ بس يعني اه انا عارف ان انت هتطلع ثلثة سنوية هتقول انا ناسي حاجات كتيرة لكن مع ذلك اول لما تتقالك كلمة وتترجم قدامك فتفتكرها خلاص كده؟ كلمة معناها مادة صهارة يعني ايه صهارة؟ يعني يعني مثلا السوديم كلورايد ده لو انا حبيت اعمله ملتنج اصهره اسياحه فبيحتاج هيت مثلا وليكن 700 ايه 710 ديجري سيليزيز خلاص كده؟ طيب لكن انا لما استخدم معاك فلاكس الساوستس يعني مادة صهارة مادة بتقلل من ملتنج بتاع الخلايد يعني بتخليه بدلا ما هو 700 بتنزل الملتنج الدرجة اقل عشان نوفر الايه الانرجي دي خلاص كده؟ طيب عايزين بقى نبتدي ان احنا نعمل لوم اكستراكشن قلنا نعمل لوم اكستراكشن ازاي؟ عن طريق الالكتروليسز الالكتروليسز دي تفصيلا هرسمها كده بره اهو بنجيب كنتينر الكنتينر ده بنجيب فيه بطارية هنا كده البطارية دي بيكون فيها طرفين طرف وطرف ايه نيجيتف خلاص كده بوصل هنا ده الكترود خلاص وده برضه كمان ايه الكترود ماشي؟ التوق الكترود زدول اللي بيبقى متوصل بالنيجيتف ده بنقول عليه اسمه كاسود واللي بيبقى متوصل بالبوزيتف بول بتاع البتري بقول عليه اسمه ايه انود يبقى كاسود وايه تاني وانود وهنحط هنا بقى ايه؟ هنحط هنا ده مش سلوشن ده مش محلول ده ايه؟ ده السوديم كولورايد ميلت ده المصهور نفسه مع الفلاكس سابستنز المادة اللي هي الصهارة دي اللي بتقلل من الميلتينج بوينت خلاص كده؟ طيب بص بقى يسيدي هنا بيحصل بروسس عكس البروسس اللي كانت حصلة عشان يحصل التفاعل مش عارف انا بقول ايه بس ما علينا هو بقول ان السوديم كولورايد ده هو عبارة عن سوديم بوزيتف وكولورين ايه نيجيتف فانا عشان ارجع السوديم تاني ده لاصله فالسوديم كده عامل لوس فلازم ارجع له الالكترون تاني لازم يرجع له الالكترون تاني فمعنى كان السوديم يعمل له جين طب هو السوديم ده اللي تشاولش بتاعته ايه؟ بوزيتف فيروح في اتجاه البول اللي عكسه يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي الطرف ده نيجيتف والطرف ده بوزيتف فالسوديم بيروح في اتجاه البول اللي عكسه يروح في اتجاه مين؟ الكاسود يعني لقي السوديم بيحصل له هنا كده بيجي هنا والكولورين اهوت هلاقي الكولورين بيروح في اتجاه مين؟ الانود خلاص كده لان الكولورين نيجيتف فيروح في اتجاه الانود اللي هو الانود بوزيتف خلاص كي يا حضراتي؟ طيب هنا بقى إيه اللي يحصل؟ الكولورين لما يروح في اتجاه الأند فالكولورين يحصل له أوكسيديشن يعني إيه كلمة أوكسيديشن؟ أوكسيديشن معناها لوز تمام؟ واخد بالك بص الكولورين هنا إيه؟ نيجيتف راح عند الأند اللي هو الأند ده ماله؟ بوزيتف فراح عمل أوكسيديشن يعني إيه عمل أوكسيديشن؟ لوز فكل اتنين كولورين يرجعوا الاتنين إلكترون تاني اللي كانوا واخدينهم خلاص كده؟ طيب ده كده عكس العملية بتاعت التكوين في البداية لو فاكر أصلا السوديم عشان يرتبط بالكولورين فالسوديم عمل لوز والكولورين عمل جين وارتبطوا ببعض لكن دلوقتي أنا برجع كل حاجة لقاصلها الكولورين اللي كان عامل جين هيبتدي يعمل لوز للإلكترونز تاني لوز يعني أوكسيديشن لوز يعني الكولورين ده كده اللي هو النيجيتف آيون ده بنقول عليه اسمه إيه؟ آآآ ريديوسين خلاص؟ طيب السوديم بقى اللي هو البوزيتف آيون ده اللي هو كان عامل لوز هو أصلا عامل لوز هياخد الاتنين إلكترون تاني ويبتدي يعمل جين فجين معناها إيه؟ معناها ريداكشن يعني السوديم كده بنعكسها على طول طبعا البروزس دي بتحصل عند الكاسود اللي هو الإشارة بتاعته إيه؟ نيجيتف يبقى السوديم بوزيتف يروح في اتجاه النيجيتف والكولورين نيجيتف يروح في اتجاه البوزيتف وده يحصل له وبسيديشن وده يحصل له إيه؟ ريداكشن ألاقي السوديم هنا بيعمل بريسبتيشن في الحتة بيه؟ يترصب فوق مين؟ فوق الكاسود ألاقيه عمال بيتكون فلاقي الماس بتاعة الكاسود عمالها بتتقل طب الكولورين بيطلع عند الأنود بس في حاجة الكولورين ده جايز فبيطلع في صورة إيه؟ بيطلع في صورة بابلز فقاقية كده بتخرج حوالين الإيه؟ حوالين الأنود ده خلاص كده؟ يبقى أنت عشان تجيب السوديم أو الكولورين من السوديم كولوريد بنعمل لهم بروسس عملية اسمها إيه؟ العملية دي؟ إلكتروليسز يعني إلكتروليسز يعني تفكيك كهرابي أو تحليل خلاص كده؟ تعالى نشوف السؤال هنا test yourself بيقول لي what happens during the electrolysis of sodium coloride melt اللي بيحصل وقت الإلكتروليسز الماس بتاعة الأنود decreases مين هو الأنود؟ الأنود positive مين بيروح عند الأنود؟ الكولورين الكولورين ده بيطلع في صورة جاز فبالتالي الماس بتاعته مش بتقل هتفضل سبتة لأنه بيطلع في صورة جاز فمش بيترسب فوقيها خلاص؟ طيب sodium ions are oxidized معنى أن sodium ion oxidized oxidized يعني lose والصوديم بيلوز في البروسس دي؟ طبعا غلط لا الصوديم بيعمل ايه؟ gain عشان أنا برجع الصوديم زي ما كان خلاص كده؟ يبقى بيه غلط طيب كولوريد ions are reduced يعني الكولورين ده بيعمل gain خلاص؟ reduced طبعا برضو غلط ليه؟ لأن اتفقنا قلنا أن اللي هيعمل gain هو الصوديم والكولورين هيعمل ايه؟ هيعمل lose هيعمل العكس بقى خلاص كده؟ طيب آخر اختيار طبعا اللي جابها تكون دي نجرب آخر اختيار برضو mass of cathode الكاثود ده اللي هو negative اللي هو بيطلع عنده mean الصوديم increases by time التوقل بتاع الكاثود ده هيزيد آه عشان الصوديم هيعمل precipitation فوق mean فوق الكاثود بعد كده هنبتدي ان احنا ان شاء الله ناخد كم compound ليه الalkylai metals زي ايه كده؟ زي السوديم هيدروكسايد اللي هو ال NaOH وهناخد كمان compound زي السوديم كربونات Na2CO3 خلاص كده؟ ونبتدي نعرف كل compound من دول ايه البروبرتس بتاعته ازاي نعمله preparation نحضره ازاي نستخدمه في ايه كل الكلام ده كله فنبتدي نمسك اول compound اللي هو اسمه sodium hydroxide sodium hydroxide ده ليه اسم تاني ومهم جدا الاسم التاني بتاعه اسمه caustic soda الكاustic soda ده اللي هو بنقول عليه اسمه كده اللي هو بالعربي اسمه بوتوس خلاص كده البوتوس ده مادة بيستخدموها عشان بيستخدموها في المنظفات والحاجات ده فهو اسمه ايه O H؟ طب لو خدت بالك من اخره هو اخره ايه O H؟ فمعنى انه هو اخره O H انه هو كده الكالي وطبيعي اصلا ده هو اصلا من ضمن الالكالي متلز طيب هنا عندي sodium hydroxide ده بنقول عليه اسمه hygroscopic substance وكنا قلنا كلمة hygroscopic substance من شوية يعني ايه كلمة hygroscopic substance يعني مادة بتبتدي تعمل absorble water vapor بتنتص البخار بتاع المية اللي حواليها والماز بتاعتها بتزيد يعني انا دلوقتي كان طبعا يتحدث عن كمين اللي كان شبه sodium hydroxide ده او الاcaustic soda كانت sodium nitrate والنا بنقول ان ال potassium nitrate ده بنستخدمه في ال gun powder لكن sodium nitrate is not used in gun powder ليه؟ عشان هو hygroscopic substance بيعمل absorble water vapor وبيبتدي بعد كده انه هو ما ينفعش انه استخدمه بقى في ال gun powder هلاص؟ طيب من دل properties بتاعت sodium hydroxide يعني ايه كلمة ملمسه صابوني يعني انت لو حركت ايدك على السوديوم هيدروكسايد ده هتلاقي ايدك بتتزحلق خلاص كده بس في نفس الوقت يعني بيعمل تآكل للجلد يعني انت لو حطيت ايدك عليه هتلاقي معا شوية كده مع الوقت تلاقي ايدك دي الجلد بتاع ايدك بيتقشر خلاص كده واحنا اتفاقنا اصلا قلنا ان اي حاجة فيها اي المنت من جروب 1A صلب الانووتر بس لما بيدوب بيكون لي الكلين إيه سيليوشن يعني ايه الكلين يعني لو حطيت فيه الليتموس بيقلب للون إيه بيقلب للون بلو وكمان سترونج إيه سترونج بيز اند الرياكشن اذا كومبينت باي ريليزينج إيه انرجي يعني ايه الكلام ده يعني لو انا جبت السوديوم هيدروكسايد اللي هو الصورة ديت هو بيبقى عبارة عن ويت فليكس يعني شرائق يعني كشور كده لون هبيض القشور ديت بمجرب ما بتدوبها في الووتر بيدوب لكنه بيعمل ريليز لكمية كبيرة جدا من الهيت لانه الرياكشن بتاعه بيكون إيه زو سيرميك إيه رياكشن إيه زو سيرميك رياكشن يعني بيريليز الهيت اللي جواه خلاص كده طيب فكمان بما انه هو بيز فبيتفاعل مع اي أسد وبيكون ليه سولت ووتر وده الرياكشن ده اسمه زي ايه كده نه ويتش ده سوديوم هيدروكسايد أو كوستيك صودا مع اله سي ال هيدروكلوريك اسد فالسوديوم از مور اكتف تان الهايدروجين طب لما حط السوديوم مكان اله فاله تدخل مكان السوديوم فبالتالي يدينا انه هي سي ال وهتش تو اي او طب هنا دلوقتي ده كده اسد عرفت منين انه ده اسد اوله حرف اله اله مين هو الاسد اي حاجة اوله حرف اله زي اله سي ال اتش تو اس و فور اتش اين و سري كل دول اسمهم اي اسمهم اسد خلاص طيب ولو حاجة اخيرة او اتش فبقول عليها اسمها بيز طب ايه الفرق ما بين الاسد والبيز قل لك ان الاسد ده بيخلي اللونها رد لكن البيز بيخلي اللونها بلو خلاص كده فبالتالي طب لو انا حطيت الاسد على البيز لو حطينا الاتنين على بعض فيحصل حاجة اسمها نيوتراليزيشن يعني ايه كلمة نيوتراليزيشن يعني تعادل يعني ان الحاجة اللي هتطلع دي هتطلع صورت وهتطلع كمان ووتر الصورت ده مش هيكون ليه تأثير على الليتموس ايه الليتموس بيبر خلاص كده نفس الفكرة جاب صوديم هيدروكسايد مع سلفوريك اسد برضو اديلنا صوديم صولت اللي هو صوديم صالفيد مع برضو ايه ووتر خلاص كده يبقى اتفاقنا وانا اي اسد مع الكلاي اللي هو الصوديم هيدروكسايد هيديلنا صولت ووتر ويبقى اسم الرياكشن ده اسمه ايه نيوتراليزيشن يعني ايه كلمة نيوتراليزيشن يعني تعادل يعني الحاجة اللي طلع دي نيوترال متعادلة طيب تعالى نشوف بقى الـ Uses بتاعت السوديم هيدروكسايد بنستخدمه في ايه السوديم هيدروكسايد بنستخدمه في الـ Paper Industry بنستخدمه في السنساتيك سالك اللي هو الحريري اللي هو المصنع بنستخدمه في ميكينج سوب في صناعة الصابون السايل وده اهم استخدام ليه خلاص كده عشان كده لما بنجيب مثلا صابون سايل في البيت من اللي هو بيبقى من المحلات المنظفات مش بريل مثلا او كده لا اللي هو بيبقى اللي هو السايل فاحيانا مثلا لو حد بيخسل ايده بالصابون السايل ده او بيخسل موعين يعني به يلاقي ده بتقشر طيب ليه اصل ده مش معمول له Neutralization بالظبط ده هو حطين سوديم هيدروكسايد كتير فبالتالي بتلاقي الجلد ايه الجلد بيتاكل بسببه لانه هو Crucified to A to Skin طيب ايه ثاني بنستخدم السوديم هيدروكسايد Empyrofying Petroleum Components يعني ايه بنقي به المكونات بتاعت البترول ازاي؟ عن طريق من Acidic Impurities بمعنى صح ان البترول مثلا احيانا بيكون في بعض المواد Acids طيب انا عشان اتخلص من Acids دي اروح هتطلقها حاجة تعمل لها Neutralization ايه الحاجة اللي بتعمل Neutralization Pays اللي هو مين؟ طيب بستخدم كمان زي وخد بالك اللي كنين دول مهمين جدا 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 عشان تلتة سنوية انت بتكشف عن الكتين بتاع الكابر والكتين بتاع الالمين عن طريق بمعنى صح حضرتك مش فاهم حاجة لحد دلوقتي تعال نشوف بتحصل ازاي؟ وفاهمك واحدة واحدة ايه الموضوع ده؟ قالك بوس يا سيدي هو انت في البداية احنا بيكون عندنا صوت الصوت ده يعني بيكون معنا طبق كده طبق ده في صوت الصوت ده unknown حاجة مجهولة بالنسبة انا احنا مش عارفين ايه الحاجة اللي فيه الكتين اللي بواه فاحنا بناخد شوية الصوت ده ونروح مدوجنهم في ووتر زي ده كده خلاص كده فالصوت لما بيبقى ده ايه بيبقى لونون كالرلس شفاف ما فوش اي مشكلة خلاص كده حد دلوقتي طيب هبتدي اضيف على الصوت يعني انا جبت التستي تيوب هاي وحطيت فيها الصوت ودوبته في المية ورح حطت عليه ايه دروبس نقط منين من النا اي او اتش خلاص كده بمجرب ما اضيف الصوت يم هيدروكسايد ده لو لقيت تكون بلو بيبتي بلو بريسيبتيت يبقى ده كنا هنا كابر يبقى الصوت ده في ايه في كابر طب افرد لقيت تكون وايت بيبتي وايت جيلاتيناس بيبتي يبقى ده معنى كده في ايه في الومين بلاس كام بلاس 3 خلاص كده حدراتي طيب يبقى تاني لو تكون لو انا عندي صوتة انون الصوت الانون ده هتعمليه تروح مدوبه في شوية ووتر وبعد كده تبتدي تضيف ن او اتش ضيفت ال ن او اتش قدامك اختيارين يا يديلك بلو بيبتي يبقى كابر يا يديلك وايت بيبتي جيلاتيناس وايت بيبتي يبقى ده مين الالومينو خلاص كده حدراتي طيب ندي المثال عندنا الصوتة هوت اسمه ايه كابر سالفيد سي يو اس او فور ماشي انت مش عارف ان هو كابر سالفيد انت متعرفش اللي فيه هتبتدي ان انت تضيف له ن او اتش فالسوديم هيربليس الكابر فبالتالي هيدينا ن اي تو اس او فور ده كالرلس والكابر هيدخل مكان السوديم فيديلك سي او او اتش باي كام باي تو ده بلو بيبتي ده كده بلو ايه بيبتي خلاص كده حدراتي طيب بنفس الطريقة كابر هيدروكسايد ده لو جبنا له عملنا له هيتنج هيقلب لون ايه بلاك خلاص كده يبقى انت كده تأكد ان ان السلويشن دوت في ايه في كابر طب ازاي تاني انا بقوله هجيب سولت السولت ده النون مجهول بالنسبالي هحطولي ايه او اتش هيديني بلو بيبتي بقى ما يديك بلو بيبتي تبتعمل له هيتنج لو تحول للون بلاك يبقى خلاص اكيد ان السلوط اللي معاكده داخل فيه كتاين اسمه ايه كابر بلاس كام بلاس 2 خلاص كده اركز في كلمة بلاس 2 لان فيه كابر تاني بلاس 1 ماشي عندنا بقى بعد كده طاب لو انا عايزه عمل لالومينوم اللي هتضيف ايه هتضيف ايه هتضيف ال ايه او اتش بردو خلاص لو ادي لك والت بيبتي جالاتيناس والت بيبتي بدا كده ايه اليوم من Strikejek بس با هين فيه مشكلة النادي فسملا ده السولت ALCL three هحطله نيه او اتش فاداني نيه سيل وア وح بيكم بايaperop فالتالي راح مديلك ال هوائد الكام باي سري ده والجالاتناس بي بي تي المشكلة بها مش في كده مشكلة انحنا هنفضل نضيف من الاني او اي اتش شوية لكن لو زودنا كتير من الاني او اي اتش لو حطينا كمية كبيرة منه فالبي بي تي اللي تكون ده هيدوب في الاكسس من الاني اي اي او اتش يعني ايه الكلام ده قدل اي ا conven Judas ده البي سيريد ده ال Until لما ضيف له اكسس من الاني اي او اتش تاني هيتكون حاجة اسمها ميتا ألومينات بلاس ايه ووتر فعشان كده الصوت اللي فيه الوامنام ده البيبي تي اللي هيتكون هيدزول في ال اكسس في ال او اتش خلاص جاي حضراتي طيب تعال بقى ايه نلخص الكلام ده كله تاني احنا بنقول احنا معانا صوت الصوت النون مجهول ما نعرفش ايه اللي فيه هتضيف له ايه هتضيف له ايه واتش سوديم هيدروكسايد قدامك اختيارين يعني يديلك بلون لو عملنا له هيتنج يتحول للون ايه بلاك يبقى معنى كده ان الكاتين ده كبر بلاس كام بلاس 2 طيب لو انا روحت ضيف له ايه ايه او اتش وما تدنيش البلو لكن ادني ايه ويت جيلاتيناس بي بي تي روحت مزود من ال ايه او اتش تاني لقيته حصل له ديزولف داب يبقى معنى كده دلوقتي انا اتأكدت ان الصوت اللي عندي ده فعلا ايه فيه الومينام ماشي يبقى معنى كده دلوقتي ان اللي تكون اخر حاجة ده السيليوشن ده اسمه سوديم ميتا ايه الومينات ركز بقى على الفيزيكال استيت بتاعت الفيليكوشن ده كان دخل سولد بي بي تي حطنا له ايه او اتش تاني فاتكون سوديم ميتا الومينات اللي هو الاكوية السيليوشن يعني ده بتاني بلاس اتش تو ايه اتش تو او بعدين جاب لك هنا ووركت اجزامبل قال لك ايه الاوبوزت جرافكال فيجر ريبريزنت زى ماسوف وان او دا فورمت بريسبتات بص كده دلوقتي احنا بنضيف فوليوم من ال ايه او اتش فالبريسبتات ماس بيحصل لها ايه مع الوقت عملة بتزيد تزيد 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 وبعد كده بترجع ايه تقل يبقى معنى كده ان البرسبتات ابتدى يتكون وبعد كده رجع يدوب تاني خلاص كده قال لي ايه بقى قال لي تو اصولد سولوشن سلولي تل اكسس يعني ضفنا وفرة ضفنا كتير فلما ضفنا الوفرة ابتدى ايه يدوب هو ابتدى يقل تاني what is the solution ايه السلوشن اللي اتكوننا هل السلوشن ده الامينيوم نايتريت ولا ايرنسالفيت ولا كالسيوم نايتريت ولا ماجنيزيوم كولورايد طبعا بما ان ضفت ايه او اتش وتكون بي بي تي يبقى دا يا كبر يا اما الومينوم ولما ضفت ايه او اتش اكسس فداد يبقى دا كده الومينوم يبقى انا بدور على اي سلط في الومينوم مش مهم الانين اللي معاه ايه فطبعا هيبقى ايه الومينوم ايه نايتريت خلاص كده يعني الاجابة تكون ايه ثاني كمباوند عندنا هو السوديم كاربونيد الا ايه تو سي او سري بتكلمس ان ايه كاربونيد تمام السوديم كاربونيد دا اه هو عبارة عن اآه جروب من الكاربونيد اللي ايه معامل كاربونيد ايه نيجته في ت jong وصوديام طبعا السوديام ده بيكون في جروب 1A فبيكون بلاس 1 فلما بنعمل كروس للارقام بيطلع الرمز اسمه ايه تو سيو سري طب هو عبارة عن white powder خد بالك الصوديام هيدروكسايد الان ايه و ايش كان white بس white flakes اه كوشور لون هبيض ده برضو بيدوب في الووتر طب ما طبيعي اصلا اي حاجة في الالكالي بيدوب في الووتر بيكون لك الالكالاين سيليوشن برضو التاني كان الالكالاين سيليوشن بيقول لي ودي كنا اتناقشنا فيها في البروبرتس فاول الدرس خالص يعني ايه يعني مستقرة حراريا يعني لو انا جبت دلوقتي temperature heat وبتريت ان انا اسخن السوديام كاربونيت ايه اللي يحصل للمس بتاعته هتفضل ثابتة طب ليه لان هو يحصل له ملت مش هيحصل له الوحيد اللي كان بيحصل له كان الليسيام كاربونيت خلاص كده طيب ايه تاني قالك اترياكس وز اسد فورمينج سوديام سولت اف دا اسد اند ووتر وكاربون ديكسايد جاز طب ما طبيعي قصة احنا مش يسهلين انه هو الكالاين يبقى معنى كده انه ده الكالاين البيز ده لما حط له هيدروكلوريك اسد اصد وبيز يدي ايه يدي سولت وووتر بس بلس في حاجة زيادة اللي هو مين الحاجة زيادة دي الكاربون ديكسايد ايه جاز. هنا بقى اه تعالى نقول حاجة ما لهاش علاقة بالمنهج بس ايه بس حاجة اديمة يعني ازاي تعرف ان الجاز اللي طالع ده كاربون دايكسايد بص يا سيدي اول حاجة الكاربون دايكسايد ده عشان نعرف ازا كان هو كاربون دايكسايد ولا لا بنكون بنمرر الجاز ده في حاجة اسمها لايم ووتر لايم ووتر ده بمجرد ما يمر فيها الكربون داكسايد يحصل لها تيربيد تتعكر يبقى كده الكربون داكسايد تيربيد زي كلير لايم اي ووتر بيعكر اللايم اي اللايم ووتر خلاص كده فبالتالي انا عشان اعرف فعلا ان لو حطيت اسد عالسوديم كاربونيت وعلى فكرة التجربة دي انتو بتعملوها في البيت يعني شبيهة بنفس التجربة ازاي بنجيب حاجة اسمها ايه كان زمان يعني لما لما كنت بتعملو تجرب كده كنت بتجيب بلونة وتحط فيها صوديم كاربونيت اللا هو بقى مع صوديم كاربونيت كن نحط فيها كاربوناتو اللا هو الباوضر اللى هو الباوضر ولتحطها في البالونة وتروح كايب ازازة الازازة دي فيها خل وتروح حاطط ايه ملبس البالونة دي للازازة وتروح رفع تخلي الًباوضر بتاع الصوديم كاربونيت د makeup sides Sodium 데يaa ينزل جوه البتع ديت فيبدي انه وايحصل话 لالcarbondi pues he saidум تجربة قديمة جدا يعني. تمام? طيب اه ايه علاقة دي بقى بالتجربة دي? اصلحنا ما عندناش اسد في البيت هيدروكلوريك اسد. بس عندنا ايه مكان الهايدروكلوريك اسد? عندنا اساتيك اسد اللي هو الخل. خلاص كده? ما عندناش مسلا سوديم كاربونيت في البيت. بس عندنا سوديم باي كاربونيت. اخوه على طول اللي هو البيكينج سودا. او البيكينج باودر. فبرضه بيديني سولت وبيديني ووتر وبيطلع كربون ديكسايد ايه جاهز. خلاص كده? استخدم في ايه السوديم كاربونيت? بنستخدمه in making glass. بنستخدمه في ال paper برضو في التكستايل اندستري. نفس الاستخدامات يعتبر باستثناء الجلاس يعني. ايه تاني? باستخدمه in removing the permanent water hardness. يعني ايه بقى كلمة water hardness? water hardness معناها عصر الماء. يعني ايه برضو عصر الماء? قالك معناها ان الووتر ده بيكون فيه كمية salt كتيرة. املح كتيرة. الاملح دي بتمنع ان المية دي لو حطينا فيها اي detergent اي منظف من اللي هو بيعمل رغوة بتمنع تكوين الرغوة ديك. بتخليها مش موجودة. خلاص كده? فبالتالي ده دي حاجة طبعا رخمة جدا في المنظفات. يعني تخيل المنظف ده اصلا بيتعامل بمية. ماشي? يعني مسلا الصابون السايل ده بيكون معظمه water. طب تخيل ان الووتر ده انا هحوله لصابون بس صابون ما بيرغيش. طب هل ينفع? لا. طب ليه? لان الووتر ده بيكون water hard water او بنقول عليه water فيه هاردنس. يعني عصر من الماء. طب انا عايز اشيل الووتر هاردنس دي. اشيلها ازاي? عن طريق السوديم كاربونيت. ندي امثلة ازاي? قال لك بص يا سيدي. احنا عندنا اول حاجة هنحضر السوديم كاربونيت. آآ ايه هنحضر السوديم كاربونيت ده في المعمل. وبعكان استخدمه ازاي في اللاب? قال لك عادي جدا. منجيب سوديم هيدروكسايد اني او اتش. ثم بنعمل باسنج للكاربون داكسايد جاز انسايدد. فيدي لنا سوديم كاربونيت بلاس ايه? ووتر. طب ام كان حضراتي? طيب. بعد ما بنمرر السوديم هيدروكسايد الكاربون داكسايد في السوديم هيدروكسايد ويتكون للسوديم كاربونيت دا. بنبتدي ان احنا نعمل ايه? نسيبها انها يحصل لها كولنج. فيبتدي يتكون لحاجة اسمها ووشنج صودا او اللي هو اسمه هيدريتد سوديم كاربونيت. يعني ايه بقى كلمة هيدريتد? هيدريتد يعني الكمبوزيشن تركيبه فيه ووتر. خلاص كده? طيب اللي هو ايه توسي و سري? بلاس تين اتش اتو او. بلاس تين اتش اتو ايه او? مش بلاس تا فيه دوت هنا. الدوت دي معناها ان هو تركيبه كده. خدتكم باوند في اول الدرس ده كان اسمه الكارنالايت ديبوزيز اللي هي الكي سي ال دوت ام جي سي ال تو دوت سيكس اتش تو ايه او. كان تركيبه برضو هيدريتد فيه ووتر. خلاص كده? فالوشنج صودا هيدريتد. طيب. تعال اه نشوف بقى الوشنج صودا دي هنستخدمها في ايه? هتبتدي انها تعمل ريموف للووتر هاردنس. ازاي? بص يا سيدي. ايه ايه طيب المنرالز اللي بتسبب الووتر هاردنس? قالك المنرالز او الميتلز اللي هو الكالسيوم والماجنزيوم. اللي اتنين دو لما بيبقوا موجودين في الووتر بيخلوا الووتر فيه عسر من الماء. خلاص جاي حدا دلوقتي? طيب عايزين نشيل الهاردنس ده? هنشيلها ازاي? نروح حطين صوديم كاربونيت. طب اش معنى؟ الصوديم كاربونيت مع الحاجة اللي فيها كالسيوم او الحاجة اللي فيها ماجنزيوم. فالصوديم يرنيل الكالسيوم. ويديننا صوديوم صالفيت. وده بيبقى quer 백. دايب. اصلا ايه حاجة فيها صوديم بتبقى quer reb.؟ دايب. خلاص sans كده. لكن الكالسيوم صالفيته هو الرائد ده. لما يجي هنا النحيةNat support كالسيوم كاربونيت. الكالسيوم كاربونيت بقى. بيكون ما له. بيكون آآ اين سagine بال انوتر. مش بيدوك في الووتر. خلاص كده. فانت فصلت الكالسيوم من السيوشن عن طريق بري سيبتيت. انه بقى بيترصب إيه. بيترصب لتحت. كده كان الووتر كان فيها كالسيوم دايب. لما حطينا فيه سوديوم كاربونيت، فالكاربونيت خ constru beşابت الكالسيوم و تعصبت تحت. وما بقاش فيه كالسيوم في الووتر. خلاص كده. بقى آآ ايه تاني أنفس الكلام بالنسبة للماجنزيوم. هنجيب هنا الunning كاربونيت مع الماجنيزيامขال سالفيت الاثنين civil ND فالسوديم يع embroضي الماجنيزيام ويديلك سودي مصولفيت و الماجنيزيام كاربونيت بترصب ايه لتحت فالتاني بعدم ما الماجنيزيام كاربونيت يترصب تحلي يبقى انت نتفصلت الماجنيزيام هو والكالسيام الاثنين في الكنتينر بس ايه بس تحت الكنتينر خلص كPPT ما بقوش دايبين في الوتر اخر جزء في الدرس هو بتاع الصوديام كاربونيت بس في الاندسترين بس يلك هو ايه الفرق اصلاplement بين كلمة بين كلمة و Load نعمل نجيب صوديام هايدروكسايد ونعمل ايه نمر فيه الكاربون داكسايد بس مع الهيد فيقدالنا صوديام كاربونيت بلاس ايه بلاس اتش طو او كذلك طيب فاضل بس ان احنا نعمل ايه chair Lands فنحطينا بس ايه فأصبح كده لما بنعمل بالانس للإكويشن ديت وبنسيب الإكويشن دي حصل لها كولنج أو رياكشن دي حصله كولنج بيتكون لك الوشنج سوضة بس ده في اللاب ده كده في الاندستري بنحاول ان احنا نقلل التكلفة بتاعة الحاجة اللي احنا عايزين نحضرها ليه لان احنا في الاندستري في الصناعة عايزين ننتج حاجة بقى قلل تكلفة خلاص كده طيب فبالتالي بنستخدم حاجة اسمها سولفيس بروسس ده عالم اسمه سولفي سولفيدا قال لك طب ما انا ممكن اجيب الحاجات المشهورة اللي موجودة بكميات كبيرة ماشي في الطبيعة ورخيصة احضر منها السوديم كاربونيت ازاي قال لك بص يا سيدي الامونيا جاز ده بيبقى بكميات كبيرة عادي جدا موجود وبيتحضر بسهولة جدا الكاربون ده يكسايد جاز موجود كتير السوديم كولورايد والووتر كل الكمبوننز دول نعمل لهم مع بعض فيديني سوديم باي كاربونيت ايه ده احنا مش عايزين ده احنا عايزين سوديم كاربونيت صح كده يبقى تكون لي ايه سوديم ايه باي كاربونيت بلص امونيوم كولورايد ان اتش فور سي ال خد بالك كنا اخدنا الكمباوند ده في شابتر سري اللي هو الشابتر اللي قبل ده يعني ماشي كنا بنقول ان الان اتش فور ده عبارة عن بوزتيف والسي ال نيجاتف بيكونوا مع بعض بوند اسمها ايونيك بوند وخدنا الان اتش فور دي قسمناها لان اتش سري مرتبطة ب اتش بوزتيف فده بيكون عنده لون بير فبياخد بيدي الالكترون للتاني فبنقول على البوند دي اسمها كو اردينيت بوند ولان اتش سري دي عبارة عن ان مرتبطة ب 3 اتش فبيكونوا بوند اسمها كوفيلانت بوند فالكمباوند ده في كل انواع البوند اللي تتخيلها خلاص كده طيب نرجع لمرجوعنا هنا بقول ان السوديم باي كاربونيت اللي تكون ده مش هو ده اللي انا عايزه اصلا ما راحنا عايزين ايه عايزين صوديم باي كاربونيت ايه توسي و سري فانبتدي نعمل هيتنج للصوديم باي كاربونيت فيتحول لصوديم باي كاربونيت ووتر ويطير منه برضو ايه الكاربون ديوكسايدين جايز خلاص كده كده انت عملت تحضير للصوديم باي كاربونيت ايه لاب وين ايه وين اندستري خلاص تعال نشوف بقى الوركيد ايجزامبل ده بيقول لي سري كونتينرز كونتينينج سري ديفرنت سبستانسز زريزلز اف ميكسنج اف ايش اف دام توجدر وير ريكورد ايه تابل ويش اف تفولوين ربريزنز سري سبستانسز بيقول لي وان مع تو لما خلطنهم ببعض اجاز ايفولفت تورن كلير لايموتر انتو تربت ايه الحاجة اللي بتطلع ايه الجاز اللي طلع ده اللي بيعكر اللي بيعكر اللايموتر ده الكربون ده اكسايد طيب وتاني واحدة تو مع سري اجاز ايفولفت ويتش ري اجنيتد اجلونج سبينت يعني ايه ري اجنيتد اجلونج سبينت يعني هلبس ان ايه ان برننج يعني كده ري اجنيتد اجلونج سبينت يعني بيزود الاشتعال بتاعود كبريد فيبقى ده مثلا ايه لقي الاكسجن طب ليه ما ورتش مثلا هايدوريجن لان الهايدوريجن ده برنز وسبوت ساوند وهو ما قليش على حاجة من دول طب تعال نشوف سابستانس وان ايه وسبستانس تو ايه بيقول لي كالسيوم كاربونيت وهيدروكلوريك اسد تعال نشوف هل وان و تو كالسيوم كاربونيت اللي هو سي اي سي و سري مع الهايدروكلوريك اسد يديني جاز اللي هو الكربون ديكسايد تعال نشوف طبعا الكالسيوم بيدخل مكان الهايدوريجن فهيديننا كالسيوم 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 ك فالرياكشن ده كنا اخدناه كان بيدلنا NCl salt plus H2O2 اللي هو مين ده H2O2 ده اللي هو الهايدروجين بيروكسايد خلاص كده فبالتالي الهايدروجين بيروكسايد ده لسه مطلعش ايه اكسجن يبقى انا عندي كده مش هو ده الرياكشن الصح يعني الرياكشن ده كده غلط طبعا نحط هنا تو نحط هنا تو خلاص كده يبقى ايه دي غلط عشان النص التاني مش بيطلع اكسجن انا عايز الرياكشن يطلع لي هنا تاني واحدة ايه اكسجن طيب تعال نقرب اختيار به هل ليسيام نايترايد مع نايتريك اسد هيطلع لي احنا قلنا ايه وان مع تو ايه وان مع تو ده آآ ليسيام نايترايد مع نايتريك اسد يطلع لي كاربون داكسايد جاز مفوومش هما الاتنين نقص ان كاربون داكسايد خلاص كده فبالتالي الغلط طيب تالت واحدة سي صوديام كاربونيت مع هيدروكلوريك اسد دي او صوديام كاربونيت انهي تو سيو سري بلاص الهايدروكلوريك اسد اتش سي ان فيديلك ان اي سي ال بلاص اتش تو او بلاص سي او تو نحط هنا ايه تو نحط هنا تو تلع لك فعلا كاربون داكسايد آه يبقى النص الاولاني دا كده صح تبقى النص التاني idé، بوتىسيوم سوبر اوكسايد البوتىسيوم سوبر ايكسايد مع الهايدروكلوريك اسيد الهايدروكلوريك اسيد الاشي اسي ال فايديلك ايه؟ فيديلك كاي سي él بلس اتش او طو بلس او طو هل التانى مطلع للأوكسجين؟ اوه كلها محتاجة إيه محتاجة إفقا Like you need to fix نحط هنا ٢ ونحط هنا كده طو نحط هنا ٢ خلاص كده وكده الـ طيب فكده هل تاني مطلع عليه اوتو او مطلع عليه اوتو يبقى فعلا اجابة C هي الصح انا عايز الاثنين الاولانيين يطلعوا الكربون داكسايد والاثنين التانيين مع بعض يطلعوا لي اكسجن ايه جاهز عشان واحد بيتطلع كربون داكسايد واحد بيتطلع ايه اكسجن يعني كده الاجابة هتكون ايه هتكون C اخر جزئية في الدرس هي بتشرح حاجة اسمها البيو كيميكا الرول بتاع السوديم والبوتاسيوم ايه اا اينز يعني ايه دور السوديم والبوتاسيوم في العمليات الايه الحيوية خلاص كده طيب نتكلم عن اول حاجة عن مين السوديم السوديم هو بيكون كومون اين يعني هو بيكون موجود كتير في البلات ايه البلات بلازمة اللي انت عارف ان البلات بيبقى فيه كزا كمبوننت اللي هو ايه الكمبوننت بتاعة البلات الريد بلات سيلز والوايت بلات سيلز والبليتلتس والبلازمة فأصبح كده هو داخل في تركيب بين البلازما اللي هو إلي كود بتعميل البلط خلاص كده كمάν السوديم بيبقى موجود في الينتر السيليولر في لود إن داي إن داي يعني إيه دا يعنى fundo يعني في السائل اللي ما بين الينتر إي الانتر السيليولر اللي هو ما بين الإيه الخلاية خلاص كده حدراتي طيب ده كده السوديم طيب السوديم البيولوجيكا رول دوره بيعمل إيه طبعا دوره في الـ هو يعتبر الـ تترانسفير الـ زي الجلوكوز وزي الأمينو أسد يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الآخر هو موجود فين؟ في الفلاوودز وهو اللي بيحرك أو بينقل الجلوكوز والأمينو أسد للايه؟ للخلايا فهو بينقل لها الغذاء بتاعها خلاص كده حضراتي ده كده دور مين؟ ده كده دور السوديم اجيب السوديم منين؟ موجود في الـ موجود في الملك موجود في الملك برودكت سباعي عموما خلاص كده ده كده بالنسبة للسوديم طب تعال نشوف بالنسبة للبوتاسيوم البوتاسيوم هو كومون آين برضو بس الآين اللي موجود فيه؟ في يعني كده أصبح ده موجود جوه الخلايا نفسها لكن السوديم موجود في الـ خلاص كده في السائل بتاع الخلايا نفسها طب كمل قال لك هنا دور البوتاسيوم ده بيلعب دور مهم في ايه؟ انه بيعمل حاجة اسمها اوكسيديشن للجلوكوز يعني من الاخر كده السوديم ينقل الجلوكوز والأمينو أسد زر السيلز البوتاسيوم يبتدي يعمل عملية اوكسيديشن للجلوكوز يحرق الايه؟ الجلوكوز ده خلاص كده فلما يحرق الجلوكوز يبتدي ينتج لك الـ يعني بيدي لك الايه؟ الطاقة نفسها خلاص كده طيب كمان من دور من اهمية البوتاسيوم انه بيعمل حاجة اسمها السنسيزن البروتين which controls the chemical reaction in the cell يعني هو اللي بيخلق الايه؟ او اللي بيصنع البروتين اللي جوه الايه؟ الخلايا خلاص كده حضراتي؟ طيب اه ما اجيب منين البوتاسيوم طبعا البوتاسيوم موجود في الميتس موجود في الملك في الايجز في الـ في السيريلز كل الايه كل الاغذية دي تفيع الايه؟ فيها البوتاسيوم خلاص كده وبكده يكون خدس لسن كام لسن 1 في شابتر 2 شكرا